فدائما طبعا الحسن هو سبب للنجاح في الدنيا وفي الآخرة طيب على بركة الله حتى نستفيد اليوم معنا في هذا اليوم المحور الأول محور بناء وتشكيل المجموعة طبعا بناء المجموعة مجامع العمل أمر ليس سهلا حقيقة ويمر بمراحل وأطوار رح تكلم عنها في آخر لقانة هذا اليوم عن مراحل بناء المجموعة وتطورها ومن الأشياء التي كانت تكون من المبشرات وبنفس الوقت من الأشياء التي قد تصدم بعض الناس أن جزء من بناء أي مجموعة عمل هو وجود اختلاف أو وجود خلاف ولذلك دائما المجموعات عندما توصل إلى مرحلة التناحر أو التقاطع ثم تنتقل من هذه المرحلة للوصول إلى مرحلة التكامل بعدما ينكسر الجليد والذوب الألقاب وتتقارب الناس فتبدي تظهر الصفات الحقيقية أو الأنماط الشخصية لكل شخص فيبدون يتنافرون إلى أن يتم في المجموعة مرحلة هيها المرحلة الخطوة مرحلة البروتوكول تنظيم العلاقات الاتفاقات وتصير نوع من التفاهمات في حالة كذا ماذا نفعل وفي حالة كذا ماذا نفعل ومع الشخص الفلاني كيف نتعامل وهذا الشخص طبيع تكذا وهذا الطريقة الأنسب للتعامل الفعال في هذه المرحلة تبدي المجموعة تزدهر وتؤتي في مارها مجموعة العمل المتناسقة المتكاملة طيب المجموعة هي عبارة عن شخص واحد لديه فكرة يسمى قائد هذا القائد بهذه الفكرة اللي يمتلكها والرؤية أو الهدف يريد ينقل الناس من النقطة ألف إلى النقطة باء هذه هي ببساطة عنده هدف محدد وهذا الهدف رح يكون مشترك بين كل أعضاء المجموعة وكلهم يريدون يوصلون إلى هذا الهدف بوسائل رح يحاول القدر الإمكاني ووضحها قائد المجموعة قد يكون هذه الوسائل تحتاج إلى مهارات متنوعة المهارات المتنوعة يتكاملون فيها لحتى يصلون إلى هدفهم بشكل مشترك هذا هو طبيعة العمل في ديكسن لا يوجد شخص يتأهل إلى رحلة دولية بدون مجموعة ونقاط ولا يوجد شخص يحصل على بونس بدون فريق عمل ومبيعات ونقاط وبالتالي هو يعني كل الإنجاز اللي حققه هو بناء أو ثمرة عمل جماعي وهكذا الجماعة تستفاد من بعضها البعض مقابل ذلك المجموعة تستفيد من القاد الدلالة، وضوح الرؤية، نقل الخبرات معانا اليوم شخص أكيد سمعت عنه شخص رائع جداً، روحاته مميزة خصوصاً في مجال الاستقطاب وإحنا نتكلم عن الاستقطاب نتكلم عن النواة الأولى بالمجموعة اللي تبدي تكون الفريق نتكلم عن النواة الأولى اللي هو أنتم حضراتكم اللي حاضرين معاي هذا التدريب نهوين أن تصنعوا مجموعة كبيرة فتحتاجون إلى مهارات في الاستقطاب وعرض الفكر أرحب باسمكم جميعاً بمداخلة المهندس ناجي سلمان هو موجود معانا، ستاد ناجي ياريت إذا موجود معانا، تطلع عنا بالصوت والصورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً أستاذ، شونك كيف الحال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيد جداً بحضوركم وشاركتنا اليوم اليوم معانا عضاء جدد ممكن يعني الآن لأول مرة يحضرون مثل هذا المخيم الافتراضي حابين يستفيدون من حضرتك وأنا واثق من خلال التجاربي معاك ومن خلال ما استفدت أيضاً من بعض المحاضرات اللي قدمتها أنا لديك أساليب رائعة في مجال عرض الفكر فممكن تتفضل أستاذ مازي الحديث عندك، المايك عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله وبياكم جميعاً أخواني وأخواتي وصباح الخير ليكسن طبعاً بدايةً أخواني أنا أستهل كلامي في أساليب التنقيم التنقيم فعال الاستقاب يعني خذوها قاعدة نحن الآن في هذا المشروع كمن يبحث عن الذهب كمن ينقب عن الذهب ستتكلم مع كثير من الناس وينضم إليك يعني جزء من هؤلاء الناس اللي تتكلم معه جزء يعني بعضهم ومن هذا البعض رح ينطلق معاك أشخاص بما يوصلون بإذن الله تعالى إلى الذهب الحقيقي إلى الحرية المالية بإذن الله إلى أهدافك وأحلامك فأنت في هذا المشروع أنت تنقب عن الذهب أهم أهم عندك هي الاستقاب وإقناع ناس لأنه أخواني الكلمات المؤثرة يعني تخاطب عقل الإنسان وهي حقيقة مو واحدة من الأدوات القوية بل هي تعتبر من أقوى الأدوات اللي تأثر بعملية اتخاذ القرار يعني أنا كيف أقول لشخص كيف أنا أستقاطب شخص و أقنعها أو على العقل يعني ويدخل معايا بالمشروع أو على العقل إذا ما أدخل معايا راح مثل ما نقول يكون مصدر حالة مثل ما راح أجعلها أو يكون مثلا يعني موافقني ويتابع أخباري ومهتم في حالة رفض الانضمار طبعا طبعا الاستقاب إلى إلى أساليب وأنواع كثيرة منها الأسلوب المباشر اللي أنت تيجي تتحدث مع الصديق يثق بك ويأخذ كلامك رأس مال هذا حقيقة ما تحتاج يعني أنه الزوق للعبارات أو فلتسي لا أبدا نتكلم معاه بحماس وبثقة وبقبول دقيقة دقيقتين تدعو إلى لقاء لأحد مثلا أنا الآن عندنا لقاء لأحد مستاذي هذا اللي بإدارة أستاذ جمال نعم 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 نحن عندنا لقاء خاص ثلاثة لقاء تعريفي خاص يعني شاهدتكم لقاء خاص ثلاثة للعبار الجدد يوم الثلاثة نقدم والله هي عائمة حقيقة هي من الاستراتيجيات الجميلة جدا أنا طرأتها لي واحدة من الحقيقة اللي خلل نقول رائدات هذه الصناعة نقول احنا كنا نعاني بنمو فريقنا وفي نمو بطوء صرنا نتبع استراتيجية عرض المشروع أربع مرات بالأسبوع إلى خمس مرات يوميا مرة والأعضاء الجدد احنا نعرض المشروع هو يوجهون دعوة ويجون ونحن نعرض المشروع فلما يجون احنا نتكلم بالتقاصيل وبطريقة احتراطية وخماس احنا واصلين مرحلة راح نأثر فيهم فولا أعضاء الجدد نطلهم ساعة إلى ساعتين تدريب في الأسبوع وندخل بهذا بالموضوع قد قل صار عندنا نمو انفجاري بمعنى الكلمة فنجي احنا نرجع إلى صاليب الله ينام عليك الأسلوب الأول أسلوب المباشر مع الصديق الإيجابي اللي تأثر فيه واللي هو يعتبر أيضا مؤثر ويأخذ كلامك راسمان هناك فيه نوعية ناج غير مباشر سمو حالة يعني أنا أجي أكلم مثلا الآن أنا أريد أعرض المشروع على أستاذ كمال وأجي أريد أطلب كأن أنا أطلب من عند حالة حقيقة هذه أيضا تستخدم مع الشخصيات ذات التأثير الكبير أنت ما تقدر تجي تقول أحيانا قد ما تقدر تقول أنه أنا عندي مشروع فرصة لا إنما تقول مثلا قد ما يكون هذا الأمر مناسب إليك ولكن إذا تعرف أحد قد يكون مهتم وكذا وتذكر لتفاصيل ونحن الآن ننتشر في منطقتك وعندنا فرصة طيبة ونبحث على الناس طموحين على الناس مثلا هذه طريقة فيه يعني أيضا الهدية أو العينة المباشرة يعني دعنا نقول أنه تنطيها هدية ويجرب المنتج وتبدي تحكيل عن فوات هذا هذا أسلوب لكن فيه أيضا يسموه عرض المشروع بخمس نقاط أو ست نقاط اللي هو الشركة المنتج يعني أي شي يسوي المنتج متفاصل المنتج مو مكونات المنتج لا أي شي يسوي المنتج الشركة شنو قوتها مزايا العضوية أنا كيف راح أربح موقع الشركة وين هل هي موجودة بمنطقة هاي خمس نقاط وممكن أحيانا إذا تعرف الشخص وعنده مزايا تذكر بعض مزايا كيف ممكن يستثمرها بهذا المشروع هذا أسلوب وفيه ثقيقة العرض الأفضل اللي هو عرض المشروع عن طريق بدقيقة سموه عرض المشروع البداية الاحترافية كيف أعرض المشروع في دقيقة وفيه أيضا حقيقة اللي هو الأقوى اللي هو تعتبر رعاية يعني عن طريق القصة أنا الآن يوم راح أعطيكم بعض العبارات اللي تتعلق بعرض المشروع خلال خلال دقيقة واحدة طبعا هذا العرض المشروع خلال دقيقة واحدة يتكون من خلال نقول أربعة أجزاء اللي هو كسر الجليد يعني كسر الجليد وأيضا الدعوة الدعوة والتشويق ثم ثم بعد ذلك سؤال سؤال الشخص عن كم يطلب كم يطلب يعني كم يعني يتمنى أو يرغب بتحقيق دخل مالي شهري ثم أعرض للتفاصيل المشروع بناء على الدخل اللي حدده ثم النقطة الخامسة الإغلاق أغلق معه هذا كله ممكن في دقيقة واحدة بش مهندس يعني احنا تكلمنا عن أربع مراحل هذا ممكن كله نسوي بدقيقة واحدة نعم لا احنا اللي هو في دقيقة واحدة اللي هو المرحلة الرابعة يعني البداية كسر الجليد أنا أجل أتكلم معه وأقول له مثلا على سبيل المثال يعني هو مثلا يعني خلنا نقول دايب حتى عن فرصة عمل أو أنه راتبة ما ممكن فيه مثلا أقول له على سبيل المثال أولا يعني هل هل راح يكون الأمر مناسب لك إذا أنت بقيت تعمل خمسة واربعين سنة مثل والدك إذا والدك كان رجل متقال خمسة واربعين سنة فقط أنت تدور حتى تطلع هذا الراتب ويبقى بهذا المستوى المالي مثلا على سبيل فهنا أنا راح يقدح بباله يقول لا والله أنا ياريت مثلا على سبيل المثال يقول لا مو مناسب لي أنا لو لاقي فرصة أو لاقي كذا فأنا ممكن أقول له أيضا طيب على سبيل المثال أقول له إذا أنت كنت مثل معظم الناس هذه طبعا هذه عبارة يسمونها عبارة الإيمان وثقة لكن راح أكمل إن شاء الله حقيقة لأسلوب القصة سلوب القصة هو يبدأ سلوب القصة في دقيقتين يبدأ بثقة ثم كسر ثم إغلاق مسبق غالبا هو راح يسجل لكن نحن عندنا هنا بعرض المشروع في دقيقة نبدأ بالكسر جيلي يعني أنا أبدأ حتويا وأرد الآن أدخل نصل بالموضوع أقول له هل راح يكون الأمر جيد إذا كان بإمكانك أن تحصل على دخل إضافي شهريا يساوي راتبك وربما يغطي كل احتياجاتك أو جزء كبير من احتياجاتك هو راح يقول لي كيف شلون كذا فأنا الآن أكسرت الجليد مع كان بين وبين جليد يعني مثلا مساحة فأنا عيش أنا هاي المساحة يعني صفرتها أو خلي نقول بنيت ثقة بيني وبيني فالآن أريد أقول لي الآن سألني قال لي شلون كيف قال أنا أرجع الآن على الدعوة التشريف أقول لها ممكن تخصصلي دقيقة واحدة فقط حتى أشرح لك الفرصة كاملة غالبا هو راح يقول لي فضل فهو هنا أنا هاي سوا هنا هو من اللي يرفض أنه يسمع فرصة بدقيقة واحدة فأنا شويت يا أخواني أرجع وأكرر أنا كسرت الجليد مع دح شوية وتكلم ويا ثم قلت له عبارة كسر الجليد عفوا هل راح يكون العمر مناسب إذا كان بإمكانك تحصل على الدخل إضاقي يضطي جزء كبير من احتياجاتك وربما جميع احتياجاتك مثلا هذه عبارة والآن هو راح يبدي يساعل شنو هذا والله يا ريت مثلا أو شنو هذا الموضوع فأقول لأنا جيت على المرحلة الثانية الدعوة والعرض أو الدعوة والتشويق ممكن تخصص لدقيقة واحدة حتى أقدم لك عرض تعريفي كامل للمشروع هنا هو راح يجاوب لي بنعم غالبا طيب الآن أنا أقول طيب قبل معرض لك المشروع وتشويق ثم الآن هو المرحلة الثالثة أقول قبل معرضك المشروع أنت أقول لي إش قد تخلي بالك طلع شهريا بعض الناس أو جزء كبير من الناس راح يبدي يقاوم هذا السؤال ليش يقاوم هذا السؤال لأنه غير أعرف شين الموضوع أنا أرجع أقول أنا من خلال الممارسة أقول يا أخي أنا في دولار أو شي قد بالك لأنه بعض الأعضاء طموح 150 دولار أنا منها أقول 2000 أو 3000 دولار مثلا أنا هنا ممكن يصدم هذا الأمر لكن أنا أحس طموح أحس طموح ثم بعد ذلك سقف طموح الآن سألة هذا السؤال أنت تقدم خل بالك أو كم تطمح أن تحقق شهريا بطين رقم بالدولار أو بعملة بلدك فهو أنا رح يحدد للمبلغ وأنا لازم أعرف هذا المبلغ كم يستوى بالدولار وإذا أقاوم هذا السؤال أقول أنا من أجلك أنت يعني أنا ليش أركز على النقطة لأنه رح تشوف ها في مقاومة لهذا السؤال لكن عادي أقول أخي ترى كل اللي وياي الآن هم نفس الشيء استغربوا هذا السؤال لكن لما انضموا ونجحوا يعني عرفوا قيمة هذا السؤال فأقول ليش قدت وأقول لي أيضا هاي مو نهاية للعالم يعني بإمكانك أن نزيد بعدين أكثر فهي ممكن يقول لي 400 دولار أو 500 دولار طيب إذا قال لي 500 دولار على 700 فأنا الآن أدخل في موضوع أرض المشروع الآن أنا وصلت إلى المرحلة الرابعة خلصنا كم طموحك الآن دخلت في مرحلة العرض اللي هي الدقيقة الواحدة فالآن الدقيقة الواحدة هذه ممكن بثلاث نقاط أو بأربع نقاط أو بخمس نقاط الأفضل أنه ثلاث نقاط أو أربع نقاط لا تكثر علي فأقول لي إذا كنت ترغب أنه تحقق 500 دولار كدخل شهري إضافي ثابت إليك فكل المطلوب منك هل ثلاث شغلات أو أربع شغلات راح يقول لي طيب شنو هالشغلات أقول لي أولا أولا لا تتغير أنا يعني ما يعني بمعنى أنه أنت قد يكون عندك دوام وظيفة أو يكون عندك التزام أو أنت مثلا إمام مسجد أو أنت مثلا طالب جامعي أو أنت عندك أي شيء أو أنت تحب تلعب كرة قدم يوميا العصر مثلا أو تحب تروح ما مطلوب من عندك أنك تتغير أو تترك أي أمر من هواياتك من واجباتك هذا الأمر الأول جميل يقول لي جميل طيب أولا نحن نعمل مع شركة عالمية عندها منتجات استهلاكية صحية متنوية عالية الجودة ممكن تستفيد منها صحية من خلال استبدال منتجاتك بمنتجات هذه الشركة مثل الصابون عجول أسنان شامبو عطور قهوة شاي عصائر إلى آخر أفضل ما شاء الله حس نفسك يعني ما شاء الله طول اليوم أنت كأنك توقع من النوم وتقاوم مع آثار الشيخوخة وبيها نظام وبيها أرباح مثل ما رح أبين لك بالنقطة الثالثة النقطة الثالثة كل اللي مطلب منك أنه تحصل على كود عنطيق كود عالمي إليك خاص بيك ومن هذا الكود تستخدم منتجاتك تشتري بيها منتجاتك أو تبيع منتجاتك وتشارك هذا المشروع هاي الفرصة مثل ما أنا دا أسوي معاك مع شخصين أو ثلاثة شهريا ينضمون وياك شخصين أو ثلاثة على الأقل ينضمون معاك كل واحد فيهم يحصل على كود خاص بي عن طريقك وأيضا يستخدم منتجات الشركة وأنت في غضون أربع شهور إلى خمس شهور رح تحقق خمسمائة دولار كدخل إضافي شهريا والنقطة الرابعة قضر جواز سفرك لأنه راح تشاركنا برحلات بهاي بمجاني طبعاً هاي النقطة الرابعة ممكن نغيرها إذا كانت يعني كان عنده أطفال وهو رجال كبير أقول لها مناجي المستقبل أطفالك أولادك وأحبادك لا تقلق لأنه عندنا نظام توريث نتحقق اليوم ويروح لأطفالك وهذا كل اللي مطلوب من عندك شنو رأيك نبدأ الآن من الليل إن شاء الله نرتب أعطيك الكود ونبدأ وياك بهاي يعني رحلة نجاح هذا ما شاء الله يعني حقيقة أنا طبعاً مستمتع جداً بالمداخلة اللي تقدمت بها وبس للفائدة أحب أسمع من الحضور اللي موبرين اللي حابين يستفيدوا أكثر ما زال أنت موجود معنا إذا في عندكم أسئلة طبعاً المهندس ناجي تكلم أنه يعني بشكل رائع جداً بعيد عن العروض المطولة للمشروع وتكلم في موضوع كسر الجليد والدعوة والتشويق وأنه بعدين نقول لك كم يطلوب وبعدين نبدأ بتفاصيل المشروع ونختم بدقيقة واحدة نغلق في ثلاثة أو أربع نقاب الآن أخواني مين اللي صار عنده تصور لهذا المعنى أو طبق هذه الاستراتيجية من قبل أو يرى أنه في يعني شيء غير مكتمل أو يحتاج إلى توضيح من المهندسنا سريعاً يعني هناك في نقاط فيه نقاط بعض الهاي بس نأخذ سيلوك والله هو أنا عرف الموضوع حقيقة يستحق أكثر من هذا لا لا هو سريعاً يعني هو الشخص لما الآن إما يقول لك نعم سجني أو يبدي عنده اعتراضات وتفاصيل فأنت تكون جاهز الاعتراضات ترد عليها بعشر ثواني كل اعتراض ترد عليها بعشر ثواني موجودة بالمحاضرة بس أخذ مثال بسيط مثال إذا أقول لك مثلاً على سبيل المثال بس أنا ما عندي الكانية أنا شرح أقول له أقول له هو لأنك أنت ما عندك إمكانية وأنت مترد تبقى طول عمرك ما عندك إمكانية تعال أنا جبت لك هذا المشروع بعشر ثواني تمام وأقول له تعال وياي يوم الأحد حتشوف قدامك أو يوم الثلاثاء حتشوف قصص نجاح رائعة جداً ناس يعني حالهم أنت لو تشوف سابقاً يعني يرتلك يعني يتكلم وياعاد بأريحية حاول أنه أطر الجو أو يرتب الجو أوكي فممكن الآن أيضاً الأعتراضات الآن ممكن أيضاً يعني بس سريعاً أنا الآن أنا الآن قاعد أتكلم معكم بالمستوى الثالث أنت تحاول تعرض المشروع يعني إما لقاء وجه لوجه وعلى طعان الأفضل أنه تعزم إذا كان بمدينتك لأنه هذا أعلى مستوى بعرض المشروع وهذا يعثر فيه والمستوى الذي أدنى منه واللقاء المستوى الرابع اللي هو أستاذ كمال الآن بالمستوى الرابع يكلمكم صوت وصورة والمستوى الثالث اللي أنا قاعد أتكلم بصوت فقط فهذه المستويات الفعالة أما الكتابة أو أرسل رسالة نصية أو أرسل رابط أو ملف إلا إذا هو طلب أو إذا أنا النت كان عنده ضعيف أو أسجل بصمة هو يكتب لكتابه إذا كان النت عنده ضعيف أو كان يتحدث لغة غير لغتي أو يعني هو طلب ملف أو طلب فتشي هذه هي سريعا نعم بارك الله فيك جزاك الله خير نحن يعني ننتقل سريعا حقيقة الموضوع الاستقطاب من أروع المواضيع وخير من يتكلم عنه حقيقة حسب وجهة نظري يعني بشكل قوالب جاهزة ممكن الإنسان يبدأ بيها في محاضرة المعروفة البشمهندس ناجي أبدأ كالمحترفين حقيقة أنا أنصح فيها دائما وأعطيها دائما للأعضاء الجدد اللي حابين يتعلموا مهارات عرض الفكرة ليش لأنه يعني من العبارات الحلوة لشان يقولها أنه الطريقة القديمة هذه طريقة الدينوسورات اللي أنت قعد ساعة ساعة ونص تشرح المحاضرة التعريفية بالمناسبة احنا اللي قدمه يوم الثلاثة هو مو عرض فكرة احنا ممكن جاي ننطي محاضرة للتعريف بالشركة بعد أن تمت القناعة والتسجيل يعني عرض الفكرة هو لازم فعلا ما يتجاوز أكثر من دقيقة لحتى أنت تخليه يسجل بعدين من يسجل خلاص الآن يريد يعرف كل شيء يريد يعرف التفاصيل عن هذه الفكرة وهي مرحلة ثانية غالبا الأعضاء يصير عندهم حرق للمراحل مباشرة يبدوا يلعبوا في مرحلة أنه يريد يشرح للخطة التسويقية والنسب وعائد الأرباح والرحلات الدولية وما أغرف فهذه يعني حقيقة مرحلة متقدمة ما المفروض نبدأ بها أيها الشخص إذا ما كان هناك يعني مجال طيب وين وصلنا أستاذي بس إذا يقدرون يروحون على قناتي بالتليجرام حاليا قاعد أنزل أسوي دردشة صمتية إذا خلناها بتشاتي يكون جيد بعد حتى في حقيقة لقاء لقاءات متجددة سميتها فن التواصل الكلامي أنا كيف يعني كيف أستهل كلامي كيف يعني كيف أرود على بعض الاعتراضات وهي ممتعة جدا إن شاء الله يستفيدوا منها طيب بارك الله طاعتكم الفارس فارس اللقاء لحد الآن الله يسلمك ستادي شكرا على المداخلة رائعة الله يبارك أنا أعرف جماعة ديكسان ما شاء الله يعني بالمداخلات حل مترهين إن شاء الله يا رب بالعملاتها بهذا الشكل دائما إن شاء الله إن شاء الله هو فعلا المواضيع دقيقة ونريد نوصل الفكرة أقصر عبارة الآن معنا في أساليب الإقناع في شخص حقيقة تميز خلال خبرتي يعني تميز في إقناع الناس وربما يعني هو متجاوز مرحلة كسر الجليد ما أعرف شون مباشرة يدخل على الشخص وفجأة حتى احيانا بعض الأشخاص ينصدمون يعني ويدخل عليهم رأسا ويقنعهم بالعمل نقدر نقول أنه يعني بعد مرحلة عرض الفكرة نحتاج لأنه رح تصير اعتراضات مثل ما ذكر المهندس ناجي رح يحدثنا في هذه الليلة أيضا الأستاذ الرائع اللي حقق إنجاز بشكل سريع وكبير ويمتلك فريق رائع جدا في مختلف دول العالم الإنسان الطموح الأستاذ أحمد الشيخون أستاذ أحمد عن مهارتك ورجعني في عشر دقائق عن الإقناع ما أدري شو رح تدبر حالك ومدبر طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيان الله الجميع جميع الحضور من قائم اللقاء لكل شخص موجود حتى هو يستفيد أول شي جاهزين الكل جاهزين لو سمحته عشر دقائق جاهزين لأنه كلمات مختصرة ولكن بالصميم بالألف وبالعقل بدأ تركيز جاهزين جاهزين ما فيه أخذ الساتات من جاهزين طيب اكتبوا جاهز جماعة على الشاب بسم الله طيب نحن كلهاتنا نعرف أنه نحن مع العلم والتعلم على مدار خط الحياة اطلب العلم من المهج إلى اللحظ وأنا حالياً من خلال خبرتي المتواضعة في ثلاثة سنين رح أعطيكم بعض الأمور يلي أنا شفت منه نتائج جداً كبيرة بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى تستفيدوا منه طبعاً أهم شيء أهم شيء الشخص لا بهمه الشركة ولا بهمه المنتج ولا بهمه أي شيء في الحياة بهمه هو شو بدي يستفيد الشخص شو بدي يستفيد فإذا نحن عرفنا نوصل للشخص شو إفاثه من الأشياء اللي عمنا نشكيله إياها أنتوا رح تشوفوا قبول جداً كبير وقبول عظيم فأنا أهم مقاعدة ذي أعمل عليها القاعدة الأولى من خلال خبرتي بسيطة بثلاث سنوات اللي هي الأمن إيجاد الزاد بناء الإنسان بس نحن عرفنا نعمل على الإنسان وكيانه على المرحلة اللي هو فيها حالياً وعلى عملية إدراس لحياته السابقة وشو أنجل بآخر خمس سنين أو آخر عشر سنين وشو الأشياء يلي حققها وين رايح بمشوار حياته وفتحناه وأفكاره تجاه حياة جديدة لإله من خلال بصيص الأمل يلي معانا في سكرةنا العظيمة اتأكد أنه الإنسان رح هو يمشي معاكم وين من رحكم الأمل إيجاد الزاب بناء الإنسان هو أهم شيء في الحياة هذا رقم واحد رقم اتنين الاحتياج نحن صناعتنا صناعة الأمل بناء المستقبل فنحن وأثناء في الشخص احتياجه بالأشياء يلي هو بده إياها من خلال السؤال والجواب معه رح نعرف احتياج الشخص رح نعرف يتأكدوا أنه هو رح يعطيكم دائما الوقت إذا عنده الرغبة الفعلية للتغيير رح يعطيكم كل شيء بدكم ورح ينطلق معاكم بكل شيء بدكم ورح يكون من إيدكم اليمين لقيتكم الشمال هدول الأشخاص موجودين ولكن نحن دورنا كيف نوصل لهذا الشيء من خلال احتياجهم نعطيهن الاحتياج وهذا الأمر يبيتطلب مننا النقطة الثالثة اللي هي الإلقاء الناجح هي مهارة الإلقاء هي مهارة ولكن هاي المهارة كيف تجي من خلال التعلم من خلال التطوير من خلال التجارة من خلال الممارسة ما نحن حكينا مع واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة عشرين ثلاثين وعما نتعلم وعما نحضر فنحن هون تلقائيا الإلقاء عنا رح ينمو رح يصير عنا مهارة هاي المهارة بالتكرار اتأكدوا رح نقدر نوصل للشخص من خلال إعطاءه وإحتياجه بمردود جداً كبير رح يصير نحن عنا نحن رح يكون مردودنا الأول علينا بنتائج جداً كبيرة لأنه رح نشوف فوارئ من خلال إلقاءنا نحن طبعاً هذا الأمر هذا الأمر بيطلب فقط أنه نحن نكون منمتلك معلومة يلي هي سلاحنا الأول والأخير بهذا المشروع منمتلك المعلومة إذا قدرنا نمتلكها نحن قادرين بإذن الله عز وجل من خلال السقة يلي هي مترسخة عنا من خلال تجاربنا يلي نحن عمالة مارسة مع الأشخاص اتأكدوا أنه ما في وقت شخص بيرفضكن أنتو لأنه هو وجد ذاته معك من خلال هذا المشروع العالمي طبعاً وبنصحكم النصيحة لوجه الله تعالى طبعاً مهارات فن الألقاء للدكتور قارئ سويدان تستمعو له بيتمعون جداً كبير لأنه هي ممكن تعمل معاكم أيضاً نهضة من ناحية التعامل مع الأشخاص بإذن الله عز وجل والنصيحة الأخيرة اللي هي تكوين العلاقات مع الأشخاص لأنه أنت مجرد كونت علاقة رح تنفتح لك آفاق جداً عبيدة بمجريات الحياة سيدكتاز كما أنا خلّف شكراً الله يبقى أكبر الله يسلمك بارك الله فيك أنا عندي سؤال بس ألك طبعاً طيب أنت يعني أنا لحظت عندك أنه أنت ممكن تفاتح ناس كثيرين بالشارع ما عندك سابق وما عرفها هل تطبق الاستراتيجيات تتكلم عنها المهندس ناجي طبعاً يعني 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 مثلاً على سبيل المثال الآن سريعاً في ثلاث دقائق لو تقول لي مثلاً كأنما أنا شخص جديد الآن أنا قاعدة أمشي ما تعرفني وشوفت أي تصرف مني أو شيء اللي فات انتباهك المهم صارت في المناسبة لقيت أنك من المناسبة أنت تتكلم معي وأنا مستعد أن أسمع لك شون رح تبدي معي الكلام واربت انتباه طيب كمان أول شيء بسم الأول إن شاء الله يكون الصبايا والشباب إنه وصلتنا للمعلومات بشكل سهل ويكونوا مبسطة إن شاء الله تعالى لا بس أنت أقدم شيء عملي لحتى هم يطبقون ما سمعوا منك من قواعد إذا أنت كنت بالطريق إذا أنت كنت بالطريق أتدور على شغلك أي شيء مسجدلية أو عب تقرأ شيء أو عب تنتفد أنا ممكن فوراً بادر لعندك هاي المبادرة من كتاب أسقار عقل المليونير الشخص المبادر أو من كتاب العادات السبعة للنفس أكثر فاعلية في الحياة أنا فوراً ممكن لشيء عندك أقول لك السلام عليكم يا طفل أقول لك يا شو عب تدور رح تجاوبني تلقائياً عب تدور على شيء معين صح؟ نعم فأنت وقت تقول لي أنا والله عمال دور على صيدة لي أو عمال دور على مكتب بقول لك أنا فوراً مباشرةً بقول لك ايه تمام هون أو على اليسار وبمشي معك شوي بمشي معك شوي لازمك شيء بدك شيء بحاجة شيء اعتبرني أخوك إن شاء الله تعالى أو اعتبريني أخوك مثلاً شو بدك أنا موجود نقدر نقول بسرت الجليد خلاص يعني أنت عشر سوان وأقل من عشر سوان طبعاً وأنا مجرد مجرد أنت تبتسم الابتسامة مع الشخص وتقدمه أنت عدتقدم خدمة أنه أنا بدي ساعدك بالدلالة فهو تلقائياً رح يبال وبهذا الممشى أنا بقول له فوراً مباشرةً بسم الله ما شاء الله عليك ابتسامتك حلوة بقى أنتك شخص إيجابي فهو تلقائياً رح يبتسم ليك أنت بتسمت هلأ فوراً فوراً بتسمت مباشرةً عمل لك كيف تسمت أنت فأقول له أنا بصراحة أذا بتحب وعندك رغبة ممكن أطرح عليك شيء مهم هاي رقم هاتفي وإنما حبيت حاتيني ممكن هاي الأشياء اللي لك عليهم تغير مجريات حياتك بس نحن بني هاي التطورة المباشرة بأقل من نصب إيجابي شكراً شكراً لك أنا طبعاً متأكد كل واحد منكم عنده كنز من الأسرار تحتاجي كل واحد منكم يحتاج إلى ليلة لكن نحن تقريباً هذا يا أخواني كلها قاعد نتكلم عن الاستقطاب تكلمنا عن طريقة عرض الفكرة وتكلمنا عن طريقة الإقناع وضربنا مثال على كسر الجليد معانا الأستاذة الرائعة راني العمين طبعاً دكتورة رانية أنا من أول ما جئت إلى تركيا فاجأتني هي من الناس القلائل اللي اشتركوا بالـ IOC في تركيا واشتركت في حينها يعني بالباقة وباعتها قبل أن توصل للبيت وإلى اليوم أنا ما أنسى هذه القصة لأنها تدلل على مهارة عالية بالإقناع وقدرة على إعادة البيع لأن كثير من الناس يشكون من موضوع الميت نقطة أو المدري إيش نسيها حقيقة مهارة لذا الإنسان عنده هاي المهارة إعادة البيع ما عنده مشكلة يعني لا بالميت نقطة ولا بالألف نقطة خلونا اليوم نسمع من الأستاذة الدكتورة رانيا معنا وعليكم السلام ورحمة جميعا حياك الله مرحبا واسعاد الله مساك الله يسلمك يا ربا واسعاد الله وساكم وكل أوقاتكم يا ربا جمعتكم مباركة الله يذارك أيامك حدثينا كيف تقنعين الناس بشراء المنتجات خصوصا أن الكثير يتكلمون منتجاتنا غالية وما تباع وأنت أنا متأكد في الوقت اللي بيعتي أيضا ما كان رخيص في هذا الوقت كان تكلفة إذا نحسبها بالدولار ونفس الشيء الآن تقريبا نعم أول حاجة اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد مرحب بكم جميعا في البرنامج الجميل شكرا لك يا أستاذ كمال علي تاحة الفرصة الجميلة طبعا أكيد يا أستاذ كمال المنتجات هي مش رخيصة بس طبعا زي ما ذكر أستاذ أحمد أنه أنا ما أكلم الشخص عن احتياجه وأنه هو محتاج لهذا الشيء فأنا بلمس نص يعني بكسر نص للأمر يعني أنا اليوم اليوم الحمد لله رب العالمين في ظل هذا الغلاء اليوم أنا بايع واحد فكيف كانت المبيعات كيف كانت المبيعات أول حاجة أنا عملت يعني خلينا نقول هو إعلان على المناسبة أنا ححكي لك بس طريقة البيع كانت اليوم من قبل بداية المدرسة بس في صوت يا شيخ كمال قاعد نسكرا بس للأسف يعني رجعني انتبهوا الأصوات يرجعون يفتحوا مرة ثانية نعم المبيع اللي حدث في هذه الأيام بالرغم من الغلاء أنه أنا عملت إعلان لامس الحدث اللي هو الحدث الآن ايش افتاح المدارس فأنا عملت إعلان عن عودة العودة إلى المدارس فكان في الإعلان في حاجة تلامس الأشخاص اللي هم الأمهات طبعا أكيد ما حخاطب الأطفال كتبت لهم كلام يجذب فالحاجة اللي لامستهم أنه على طول تم طلب أنه أنت بتتكلم يعني إيش أنه نحن فعلا متعبانين أنه فعلا نحن راجعين من الإجازة فبنسهر فكيف نصح الصباح نصح الصح مع الأجواء الآن طبعا الآن الجو يعني خلاص بدأ يبرد في تركيا فأنا أمست الاحتياج بتاعهم فعلى طول كان في طلب للمنتج طبعا أكيد أنت لما تجي الآن تذكر السعر مباشرة للأم فهي بتتصدم لكن أنا ما بكلم عن المنفع بتاعت المنتج قد ما بكلم عن المنتج ده مميزات شنو أنا دايما بتكلم عن المنتج يعني حتى الـ IOC في الأول أنا لما بعته أنا فعليا كان احتياجي أنه أنا لازم أبيع المنتج ده لكن كل منتج عايزة أبيعه كنت بذكر عليه مستين فقط يعني ما بكتر الكلام مثلا دخلت الصالون أنا دخلت الصالون النسائي اللي هو نسميه كوفير نحن عندنا فأنا بعت الشامبو أنا ذكرت معلومتين فقط عن الشامبو إنه أنا والله عندي شامبو أول حاجة بوقف التساقط ثانيا حاجة إنه ما بناسب ما بناسب الناس اللي عاملين بروتين ليه لأنه هو بيسحب كل المواد الكيموية بالشعر فهي هنا بتفكر إنه أنا يا شعري فيه كل مواد كيموية أنا عايز أسحبها فأنا أديت الفائدة العظيمة أنا لما أتكلم عن الفائدة على طول مباشرة أعطتيها الفائدة بصيغة التحذير يعني شوف أنتبهوا ترى هو يسحب المواد الكيموية بس انتبهت إلى المعنى الأصيل في هذه الفائدة إنه إذن معناها المنتج عضوي ومفيد وبالتالي راح ينفع شعري كأنني بحكي لها قصة قصة حقتها هي هي عايزة القصة دي فأنا بحكي لها القصة بنفس المبدأ دا يعني اليوم الأمة اللي تواصلت معايا اليوم بتقول ليا أنت كاد بإعلان عن أنه هل أنتم مستعدين للدخول مثلا للمدرسة هل محتاجين منتج يخليكم تصحوا وتصحصحوا بدون ما تحسوا نفسكم أنه مثلا تعبانين وما نمت في ثمانية ساعات لأنه العيال ما هيكون تعودوا على النوم البدري فتواصل معايا فهي اتصلت علي فأنا على طول قلت لها أيها المنتج موجود ومتوفر هو في في شكل قهوة قلت لي كيف يعني في شكل قهوة قلت لها هو ما هيكون حبوب ولا هيكون هي عدتون قهوة حتصحصح فيك ما حتكون فيها كافيين وفي نفس الوقت إذا عندك ضغط إذا أنت مثلا عندك استرس بعدم النوم فهي بالعكس هي مناسبة للناس اللي حتى عندهم ضغوطات فهي هنا جاءت الفكرة إنه هي فعلا عندها ضغط وإنها هي عندها استرس إنها هي حتكون مجدودة طالعصاب إنه كيف حتنوم هيالها في الفترة بتاع كانوا متعودين على سهر وكيف هي حتصحة الصباح هي عايزة الصباح حاجة نشطة لكن ما قاعدت أحكي لها إنه والله المنتج هو فيو تخصيص وفيو كافيين وفيو فطر ريشي لا لأن الموضوع ده ما بهم ما الآن فيها عايزة حاجة صحصح بيع وعايزة حاجة تشيل منها التوتر الموجود عندها حيكون من أول أسبوع بتاع مدرسة لما اضطرع عليها السعر كانت موافقة لحين إنه أنا ما بعت بسعر العضو أنا بعت بسعر غير يعني أنا ما بعت بالمئتين وخلسين للبتين وستين لا نعطيت السعر مباشرة على الكامل صرته مثله بس منتجي فيه الفائدة واحد اثنين شك ما أكثر الكلام عن المنتج يعني حتى في الاي او سي الأول أنا بعت حتى الظروف القهاوي ظرف ظرف فكنت لما أدخل المكتب وأقوله ده ظرف تبع كبت شين بيقوله لأنا ما محتاجه أقوله والله محتاجه انت ماشغال بالمكتب ما بدك شي صحصح بيك ما بتركز في الكمبيوتر كويس أكيد محتاج نس كافية صحصح بيك فده ميسته إنه بخليك صحصح بخليك صحصح وفي نفس الوقت طعم كويس حيز أني يقول لي عرفت من وين طعمه كويس أو أنا كيف أعرف إنه طعمه كويس أنا حديك من ده واحد إنه ده لما تاخده أنا مستعدة أرجع لك إذا طعمه ما عجبك فأنا بديه الفائدة إنه هو فعلاً ما حيرجع كأنه بحكي له قصة إنه ما حيرجع فعشان ما يرجع أنا حديك عليه هو ضمان فدائماً بتكلم مع الزبو أو مع العمين إنه أنا أعرف الفائدة وأقدر أديك أديك فيه التزام إنه أنت المنتج ده حتستفيد يعني بحكي له والقصة اللي هو عاودة لكن بطريقة مختصرة وبطريقة جميلة طيب دكتور أنا بسيلك سؤال نيابة عن الموجودين إنه غالباً إنه الناس يقولون مثلاً دكتور أراني طبيعي إنها تقدر تبيع على اعتبار إنها لها علاقة بالمجال الصحي والناس تثق فيها وأكثر من زباينها مرضى بس ممكن يعني أنا أوضح نقطة يعني وأنت حضرتك تجيبين عنها بشكل أوضر تراجع مع بعض المنتجات اللي تكلمت عنها دكتور أراني الآن مثل الشامبو أو حتى منتجات الأيو سي أو القهوة هي ما لها علاقة بالطب بالطب يعني مباشرة يعني منتجات عادية استهلاكية وبالتالي أنا بحسب ما أعرف أنت اللي بيعتي عليهم غالباً هم ناس مو مرضى يعني ناس عاديين ناس عاديين جداً أصحاب محلات ربما ناس يشتغلون في مجال التجميل سيدات كذا عادي جداً الموضوع ما يتطلب أنه إلا أنا أبحث عن مرضى وعلى ناس عندهم مشاكل أبداً أنا في المرضى بتاعين المراجعين عندي مستحيل أتكلمهم عن مثلاً المعجون ولا شامبو ولا صابون أنا أبيع المنتج على الشخص والاحتيال وحتى حتى كان أغلبه شامبوهات معاجين أو المعجون صابون فقط يعني ما بعت كمية المكملات الإدباعات جداً قليلة نعم بإحتياجهم أما أكثر شيء كان إدباعي بالقهوة سألت سؤال آخر يعني أنت طبعاً يمكن تجربة بيع لآيو سي كانت في أول أيام تسجيلك صح؟ قبل أن تصير حتى ستاريجين أنا ما شر في ستاريجين تمام طيب هذا طبعاً دكتور راني الآن ESD ما شاء الله تبارك الله فتخيلوا أن هي بعدها ما وصل إلى مرحلة الستاريجين وهذه دعوة لكل الحاضرين معنا واستطاعت أن تعيد بيع المنتج وهي في أواء الأيام تسجيلها بس لأنها تمتلك الثقة وعندها قدرة أو مهارة البيع إذن هو الموضوع اللي تمتعلق بالمهارة أكثر مما تعلق بمجموع المعلومات اللي عندك أو الرتبة اللي تمتلكها أو الخبرة أشكرك جداً على هذه المداخلة الرائعة وحقيقة سعدتنا بوجودك معنا اليوم بالنسبة لأخوة في أحد عنده سؤال أو شيء يفترض يكون معنا حقيقة مفاجئة حلوة وجميلة جداً قامة كبيرة معروفة في ديكسن العراق المهندس حسام علي يفترض يكون معنا حتى يكلمنا عن طريقته في التدريب والمتابعة يعني سؤال كيف تدرب أو تتابع فريقك وهو ما شاء الله عنده من يعني أكبر الفرق ويمكن في فريق الآن يعني مو يمكن أكيد يعني السفيرين الملكيين اللي في العراق هم في فريق المهندس حسام علي فما أدري هو موجود معنا أو لا بس مهندس إذا موجود وإذا ما موجود ننتقل الأستاذ محمد عطوان موجود لما موجود الأستاذ محمد عطوان يكلمنا عن بناء الفريق وإذا ما موجودين هم هاي مشكلة القادة يعني صعوبة تحصلهم وإثنين هم ما موجودين الآن فأعتقد يعني عندهم برامج تدريبية أو مشغولين بها على كل حال بإذن الله تعالى دقائق وستتكلم بالموضوع اللي خص بناء المجموعة بينما يكون أحدهم موجود معنا وإذا ما إن شاء الله في وقت لاحق نعرض التسجيل الخاص في يعني بسمهندس حسام وكذلك الأستاذ محمد عطوان طيب مراحل بناء الفريق عندنا تقريبا ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التشكيل بهذه المرحلة مميزاتها التعامل بين الأعضاء يكون رسمي شوفوا الآن احنا تكلمنا عن الاستقطاب تكلمنا عن الاقناع تكلمنا عن البيع لأنه هذا مهم جدا ويمكن يكون أحد وسائل الاستقطاب أيضا لأنه إذا انعجب المنتج أكيد بيكون عضو حتى ياخذ بسعر المناسب الآن راح أتكلم لكم عن أهم مراحل بناء الفريق انتظروا لين هذا مهم جدا كل قائد مر بها المرحلة سواء شعر بها وما شعر والآن يمكن ما راح أتكلم راح تتذكرونها المرحلة الأولى قلنا مرحلة التشكيل بهذه المرحلة التعامل بين العضاء يكون رسمي يحافظ على الشكليات والألقاب أكو طبعا حماس واندفاع بالبداية سلبيات هذه المرحلة هذه إيجابيات سلبيات هذه المرحلة أنه لا يزال أكثر العضاء غير مدرك لدوره يعني أنا شنو دوري بهذه المجموعة شنو اللي راح أسوي شنو المطلوب مني بهذه المرحلة بس هو عند يعني الحماس لكن مع هذا الحماس بعض الأحيان يكون روح المبادرة ضعيف ساكت بالمجموعة آخر واحد يعلم روح المبادرة يكون ضعيف ويعتمد بشكل كبير على القائد قائد الفريق أو المؤسس للمجموعة عنده شخص جديد تعال أجيبك يم أستاذ أحمد شيخوني هو يشرح لك الفكرة صارت عنده مشكلة رأسنا اتصل أحمد شيخوني هذا واحد أخذ الدوة يقول صار عندي كذا وطبعا لا دوة ولا شيء المهم يعني ما يقدر يبحث ولا شيء هذه بالمرحلة الأولى المرحلة الثانية يعني أو خلونا قبل المرحلة نطرح بعض الحلول والمقترحات أنت مثلا كقائد لازم تسوي تخطيط تفصيلي بالمشروع وتكون عندك واضحة لجراءات تسند لهم مهام تعطيهم أدوار واضحة تتواصل معهم بشكل مستمر تحاول قدر لإمكان تخلق نوع من الفهم المشترك ببيناتهم بين الأعضاء الكروز لين حتى أنت تستفيد بشكل أكثر قد يكون واحد مصمم وواحد عنده بالمونتاج تقول له هذا ينفعك وأنت تنفع هذا رح تستفيدون اثنينكم بدل ما تحتمدون على شخص هذا يعرف يسوي إعلانات الثالث ما يعرف فالمصمم رح يستفاد من صاحب الإعلان من صاحب كذا وهكذا طيب خلوني قبل أن أسترسل في موضوع تشكيل المجموعة أرحب بالأستاذ حسام علي لأنه مريد ناخذ من وقته كثير جزال الله خير مشكور يعني يعطانا من وقته بش مهندس معنا قاله وصل سلام عليكم محمد الله يلا يا أستاذ كمان يلا يا مرحب نورة الشاشة الآن الله يحفظك بارك فيك نورة بهلها وراعيها وكل داون والأكس كل اللين أنا أنا ما أنسى كلما قال ليها مهندس محمود أول ما ألتقى فيك باربي للتصلي فيه هذه الليلة كان هو يعني جدا متفاعل لما شاف فيه المرة فقال لي جاك قائد أو يعني عضو يساوي ألف بس طلع يا ألف ما عليك زراد ما عليك زراد حقيقة بس مهندس حسن ما يعني ما أقدر لا يحتاج التعريف عرفون جهودة واضحة وهو يعتبر أحد أعمدة سوق العراق وهو راعي السفراء في العراق أو قائد السفراء أو مثل ما يسمونه صانع السفراء اليوم أحنا نريد منك وما أدري شو رح تدبرها ويانا في وقت على عجالة لكن نريد نعرف طريقتك مع هذا الفريق الكبير كيف التابعة وبنفس الوقت كيف تدربها شلون تتعامل مع هذا الفريق شلون مهندس حسن مع الفريق سالفة واحد خطيب سالفة خطيب خطب خطبة فشاف الجماعة طورت عليهم السالفة قال لهم خطبتنا عن قصة نبي إبراهيم فأطن خطبة فرحوا بها قال لهم الخطبة الثانية عن نبيو ستعرف قال لي نعرفها قال ولد وليقوا أهلي بس السلام عليكم وإحتي الله فأحسن سالفة على المتابعة على بعشر دقائق فواحد مدرع نستخدم هاي الطريقة واحد ضعوا لقوا أهلي أول شي تحيط نعم ريد الإسرار يعني أنا أعرف أنه تفاصيل كثيرة بس حقيقة يعني هما الأعضاء ريد أول شي احنا قاعد نقدم لهم نماذج نجاح مثل حضرتك فأكيد أنت أي كلمة تقولها تختلف حتى وإن كان مسامعين من غيرك لأن تتكلم عن تجربة وتتكلم عن قصة نجاح حقيقية يعني الله يبارك بكم الله يبارك بكم بارك بالجميع واشي السلام عليكم بطلاح حيالا جميع الأخوة والأخوات تحيالا جميع الأخوة من فريق أستاذنا راع أستاذنا كمال وإحنا لازمنا نستفيد من أستاذنا كمال وأنا أذكر الليام الأولى الدخلنا بها يعني أستاذ كمال كانت إلى بصمة واضحة وكنا يا شباب محاضراتنا عبارة عن مقاطع صوتية ومقاطع فيديو صغيرة وننتظر بيامات نحمل والنط ضعيف فهي كانت تدريباتنا يذكر رفو أحمد أول ما بلشنا بخطة الخمسة أشفر واللي انسحب واللي بطل واللي دبر المية واحد يقول دزيت على مواد بمية نقطة وضعت فهذه كانت بداياتنا والحمد لله رب العالمين حقيقة مسألة المتابعة خلني جعل لموضوع المتابعة من حيث التأصيل المتابعة يعني قرأت عن أهل الاختصاص في هذا المجال يذكرون مثل جدا لطيف وبسيط لاعب القولف القولف تعرفها كرة صغيرة اللي يضربها لاعب القولف هو عنده هدف وعنده يبقى الخبرة ماته والحرفة فراح يضرب الكرة حتى يصل للهدف فأكيد راح أنه قد يكون من ضربة ولا من ضربة لكن راح يتابع الضربات لحين ما يصل للهدف فالمتابعة يقصد به أنه تتابع الشخص اللي معاك لحين ما تصل معا للهدف المطلوب طيب أنا اليوم عندي في دي أكسن صناعة البيع مباشر الأساس فيها حقيقة أمور كثيرة من ضمنها أنه أنا أريد أصل للدخل والاستقلال المالي والدخل السلبي أنه عندي فريق يمشي بي وبلاياي اللي ودامي يقول على السنساخ اللي يؤدي المضاعفة فأني خلي أشوف متابعة الأشخاص اللي معاي وين دوصلوا يهم وين يكونوا مستقلين بنسبة متفاوتة طبعا في بعض الناس في درسات كمال يظلوا يأك طول حياته هو ما محتاج لك لأن هاي شخصيته هاي تركيبته فإحنا سونا طريقة بديلة بلان بي أنه نزول الذكي للأجال حتى تطلع بقاعد من فريقة وشوي تستقل من هذا الخطوط فمسأة المتابعة تعتمد على الشخص المتابع اللي هو أنت لازم تكون يعني عندك معلومات جيدة بالشركة والنظام والمنتج بحيث تعرف ماذا تتابع وكيف تتابع والمتابع نفسه بشنو التابع بالمناسبة المتابعة تبدأ أخواني من عرض الفكرة وتبدأ من عداد قائمة الأسماء مو معروف عنه أنه فقط من فريقك لا تتابع من أول ما السلام عليكم شوانك عندي فكرة تفيدك تبدأ هنا المتابعة فالمتابعة قبل الدخول وأثناء الدخول وبعد الدخول بالشركة فهذا النقطة الجوارية المهمة اللي بعض الأخوة يغفل عنها المتابعة تبدأ من حين عداد قائمة الأسماء طيب بلشت تويا أنت هذا الشخص بعد ما دخل معك أنت بياه خانة خالة هل بخانة الناس اللي فعلا رح يعني تعتمد عليه أو يعني أنت يغلب على الظن أنه هذا الشخص فيه نزعة قائد فيه إمكانية قائد فيه خلفية قائد باكي جراوند ماتا جيد حتى أطيه اهتمام طبعا هذا أنا شخصيا أحيان تدربته الشخصية أنا أتعامل مع الكل بنفس الطريقة أي شخص يسجل معي أتعامل بنفس الاحترام بنفس التقدير بنفس العطاء ألتقي وحاوره وسوي ألقاء وشوف فيدباك ماتا اللي جاي على الفيدباك اللي جييني الأول اللي راح أتعامل معي يهتم أطيه اهتمام أكثر ينسح براحة تابعة لحين ما أشوف هذا الشخص بياه خانة خليه خانة الموتى والمرضى اللي يخليه بقروب لعله ينتعش هاي الطريقة الخطوة الأخيرة أو اهتم بي بالبداية خلاص هذا قائد لازم خلال شهرين ثلاثة يلمس الثمار فحار بحار مثل ما يقولون ثاني سلوبي كالتالي طبعا مثل الاستقطاع بتعرفون تبدأ قامة المعارف والسوشال ميديا انت بلجت قامة المعارف السوشال ميديا تقسم الناس حسب الأفضل والأولى الحار البعض هاي ما تخل التفاصيل طلع لك أشخاص عديدين خلني نتكلم مرحة ما بعد التمحيص وفرز الأسماء استقطاع بشه سجلت هاي المرحل اللي تهمني هذا الشخص بالبداية يعمل معه لقاء وغالبا أنا شخصينا هاي بالفترة الأخيرة لقاء مسجل فيديو جوجل ميت أو زوم ليش حتى أنا أسجل اللقاء ودز إلى على تليقرام أقول لي حتى تراجع ما لدك تكتب أي شي بس ركز معي بس ركز معي ما لدك شي عينك وشك وفتحة ووجهك فتحها ركز معي فأطيب محاضرة أقول لي شنو سمعت شنو فهمت طبعا غالبا عندي كادر تدريبي يدربون الشخص يجون يفترض شابعين لايكات فاهمين ما شاء الله الأمور طيبة طيب شنو فهمت أخي الحبيب أول شي طبعا أجل يا لقاء يعني تعريفي أنت حضرتك منه شرفني ما عرفتك شمخلص دراسة طبيعة عملك حتى أرسم لك خطة تتناسب مع يعني وقتك يعني ماذا أتطفل عليك أو دعرف يعني فالشي خاص بك عذرا يعني قال لا أستاذ قلت لا لا تمام أنا دعرف فوقتك والتزامات حكت أطيق خطة تعامل تتناسب مع وضعك لأنني ودي أكسن حل وشد شنو عندك اتزامات في البداية في البداية أسوي دائرة المعارفية أعرف عنه شي معلومات أساسيات شهادته خبرته دراسته واني داوم شنو أوقاته بماذا يشغله طيب شو اللي فهمت من دي أكسن والله فهمت كذا من ردود أفعاله من جواب عن دي أكسن أنا رح أعرف مدى تركيزه مدى فهمه مدى اهتمامه طيب أخي الكريم أنا شاكر اهتمامك يا ريت تغلق المايك اللي عندك خلينا أتكلم عن دي أكسن بعشر دقائق إذا تسمح لي هذا اللقاء مسجر رح أمطيك هذا اللقاء بعد ما أكمل وياك باش تركز يا رجاء حتى صدقني هاي الدقائق ممكن تغير حياتي تغير حياتي طيب أستاذ أنا مصغي أنطي تركيز اللي أنا حيشيته بالاستقطاب الفعال يمكن إخوة شافه بالمحاضرة هذا المختصر المفيد أنطي شنو دي أكسن عناصر قوة في دي أكسن المزايا الأربعة بالعضوية مصادر الدخل وأضغط على زر الألم عند الشخص بعد ما كونت عند دائرة المعارف مثلا قل لي أنا خريج ما متعين خلاص أثناء الكلام أظل ضغط على هذا الزر أنا ربت بيت قاعدة بس عندي طموح أظل ضغط على هذا الزر كل ما أحتي أجيب موضوع أطرق هذا الموضوع كل ما أجيب موضوع أطرق شون هي راح تستفاد وشون أنت راح تستفاد وشون أنت يا موظف راح تستفاد كملت اللقاء أقول لأنت الآن في هذا المرحلة تحتاج ثلاث أمور حتى تنجح أول شي تركز بالتدريبات بس بالنظارة اليوم لطيتك إياها اليوم أنا يفترض بطيتك تركيز أكثر تركيز أكثر وعرفوا شون البزنس فالبس النظارة وارجع على التدريبات إيش قلتني تفهم بنسبة عشرين ثلاثين ملوية بس خليلي معاك شون أفهمت رجعلي سوي مراجع السبب شون أخي الكريم السبب على قوت الشياب السبب حتى أنت تفهم البزنس النفسك تعرف قيمة ما عندك وتفهم بزنك حتى تتوصل الفكرة لآخرين أنت فاقد الشي لا يعطي أنت يا أخي يا أختي شرحك اللي شرحت لي قبل لا أتكلم مياك لو أنا أسجل لو أطيك يا تقول لي ما فاهم فأكيد أنت تحتاج تشرح بصورة ممتقنة قال والله صحي أنا أحتاج أراجع ممتاز راجع هاي الفقرة الأولى يحتاجها منك في هذه المرحلة الفقرة الثانية يحتاج منك أن تجرب المنتجات إن سمحت الإمكانية فعل مية نقطة حتى تجي لك عمولة إن ما سمحت الإمكانية أريد منك منتج واحد فقط اللي هو المعجون أو الصابون أو الشامب أو ما ترغب بي وأتمنى أنت تروح للمركز إذا كان متاح إليك طبعا إذا كانت إمرأة أقول لا أساعدك بالتوصيل ليش أيدك بعينك يشوف المركز وبإيدك تلزم المنتج وبإيدك تأخذ المنتج تطلط فلوس أعطي إشارات اطمئنان يعني إخواني إحنا لا تنسون الأصل في هذا الصناعة مشكوك فيها الأصل فيه أنت مشكوك بك أنت ما يعرفك خاصة أنت جايك من السوشال ميديا هو يجيك أقاربك بنعمك يقول لك والله ضحكوا عليك هو يثق بي بس يقول لك ضحكوا عليك طيب فدائما أعطي رساط منها أقول ليش أريد أعمل معاك هذا الشي حتى أنت يا أخي الحبيب لا تتكلم مع ثقاتك إلا بعد أن تمتلك الثقة لأن فاقد الشيء لعبي أنا أشكرك أستاذ رحمه الله ديك ممتاز تجرب المنتجات وراح حول لك صور المنتجات فواد المنتجات أسعار المنتجات والعناوية ليش حول الأسعار شباب بعض الناس غمض فتح روح للمركز متوقع المعجون 50 سنت وإذا 10 ضعافة فيرجع يقول لك إذا طرعت منتجات غالية بس أنا لولي قدام نعطي الأسعار وإذا رجع لي فيدبات عالجته إليه كرد اعتراض مسبق لا أنا تخليت من مشكلة أو أو تجاوزت مشكلة وهذه تقعد كثير يقول لك انطيت العناوين وما رجع لي بعد انطاني حضر يمهور تفاجأ بالأسعار أنت ما طيته سقف متوقع الأسعار فانطي الأسعار صور المنتجات عناوين الشركة وأتعب أقول لي ويفضل أن تستخدم كذا وكذا وكذا أساعده بالخيار هذه مهمة جدا ليش لتخلي طبعا هاي من جراءات المتابعة بالمناسبة هو تدريب ومتابعة ما أخلي هو دايخ قدام 60-70 منتج مثل وحدة من العضاء قال أستاذ أريد الريش والسبيرول الكبير قلت أختي منه انتحض قال أنا فلانة عند عضوة فلانة قلت أنت مجربة المعجون قالت لا مجربة الصابون وضعك المال شون قات والله وضعك قاعدين بيت جان لا أختي أخذ الصابون المعجون عوف الفطر الريش والسبيرولين هي على بالفطر الريش مثل الكزبرة والحلب خمسة بلف فقلت تمام حسنت الخيارات غيرت الخيارات ساعدتها بالاختيار هذا جزء من المتابعة هذا جزء من المتابعة ساعد شركائك بالنجاح بحسن الاختيار طيب إذا انفق للثانية إيش أنك تجرب المنتجات أو منتج واحد وهذه إخوان نقطة فيصر وأضل أدق عليه لازم يجرب المنتجات إذا ما أجرب منتجات 90% هذا ما راح يستمر الفقرة الثاثة أخوي راح أدزلك ورشة عمل حتى اللي تعلمت ناظري تنزل عملي اللي هي إغلاق الدائرة بعد إغلاق الدائرة نسوي اللقاء ثاني أنا أخشك بإغلاق الدائرة طبعا هاي كمتان المحاضر الآن تفضل أخي إذا عندك سؤال أو سفسار ما عنده السلام عليكم مع السلام مع السلامة غلقت المايك حوّلت اللقاء اللي بيني وبيني على تليجرام حوّلت تصور المنتجات أسعار المنتجات العناوين ودزيت لمحاضرة إغلاق الدائرة وبديت أتابع أقول لأ أريد منك يوم يومين يا دوب تكمل خلاص لازم نسوي لقاء ثاني كمل قال أستاذ كمل أسوي لقاء ثاني أقول لأ طيب يا فلان قبل هذا أطي شعار تخويف بنفس الوقت يعني خليه يهتم بالتدريب أقول لأ أنت رح تتكلم بإغلاق الدارة مو أنا رح أسألك أنت رح أستثولي هذا الشاح يخليه رح يخليه يركز بالمحاضرة لأن يعرف هو رح يتكلم مو أنا رح أسأله فقلت لأ أنت رح تتكلم كمحاضرة قال تمام فهنا أنا رح أختبر فهمة عمقة إمكانيت انطلاقت سلبيته أكو ناس من يسمع بإغلاق الدارة قامت المعارف هو سلبي ومنعزل عن المجتمع فأني رح أحلل شخصيته من خلال قدلت لأفعال فأول ما يجيني يقول لأستاذ أنا عندي عائق شون العائق والله ما عندي علاقات ممتاز ممتاز كم من المحاضرة نرجع نلتقي العلاقات أنا رح أطلعهم من جو ما عندي مشكلة أنت عندك ما عندك خمسة أشخاص سلم عليهم لا عندي خمسة خلاص أنت ناجح ما عندي مشكلة عن الخمسة بعدين نسوم الخمسين ببساطة لأنه يتوقع أنه قامت المعارف هم الأقارب والنسائب وعمي وأخوي وبن عمي بس ما يعرف أنه قامت المعارف كل من حوله اللي بيناتهم سلام وهلأ ومرحب مثل ما يقولون طيب كمّل إغلاق الدارة سويته يا لقاء ناقشته انطيته بعض الصور الحية شلون تطرح الفكرة والشوق الموظف شلون تطرح الفكرة والشوق ربط البيت شلون تطرح الفكرة والشوق والطالب أطيفة أربع نمالج إحنا نسميه العميل المثال اللي هو الموظف أو صاحب الدخل المحدود ربط المنزل والعاطل على العمل هاي غالب الناس اللي حوالي ليش أنطي قوالب جاهزة وطبعا الآن يمسجل اللقاء يقول لهذا اللقاء كذلك راح يكون عندك حفظ صن والآن يمبلش هسا بهذه المرحلة يلا أبدي أختبر طبعا نشوف كان يتوضع متابع للأنترنت جيد فاتح الواتساب بصورة جيدة أضيفة على المجموعات اللي عندي مجموعة صحية مجموعة تدريبية أو مجموعة عامة اللي بيها العضاء جدد شفت يعني مو كل شيء أنترنت عنده ضعيف ومتابع ضعيف ما أضيف أبد بالقروبات لأن هذا إضافته بالقروبات راح تكون أذيع لي لأن تجي عليه رسال كثيرة هو ما يتابع أنا أشوف فادس الرسال يفتحها بالليل فذا أضيفه بقروب نشط بخمسين رسالة هذا راح يكره ذي أكسر يكرهني من وراها خلصت أبدي أخوان أتابعه مرحلة مرحلة المتابعة ما رأيت أن أوصل المتابعة هي متابعة فردية بالأصل بالبداية لأن كل شخص عنده احتياج وعنده مشكلة وعنده تحدي أنا راح أدازم مساعدة بحله عديت العتبة الأولى أنه فهم التدريب بلش بقامة الأسماء الأولى جرب المنتج أقول له خلاص اليوم أنت راح أضيفك المجموعة تخليني معاك خطوة بخطوة سلبا أو إيجابا صار معاك تحدي يرجع لي قال لي أستاذ فلان حيشة فلان قال حرام حيشة فلان قال منتج غالي ارجع لي حتى أنا أنطيك من خبرتي وأنطيك حصانة وأنطيك مناعة ضد هاي الفيروسات متفقين متفقين حسيت أنه مو كلش مهتم لا أنا أتحرش أخبارك بش أنه أنا وصلت أشيك ويا السيستيم وأن وصلت بجد تجربة المنتجات والله أستاذ أنا مجغو طيب أسوي لك طلبية أونلاي أنا وصل لك للبيت إذا تحتاج أنا أساعدك توصيل مجان بس أريد أعدي العتبة الأولى أخواني أخطر عتبة العتبة الأولى أخطر عتبة أنه تجربة المنتجات ويبدي يتكلم مع الشخص شخصين هاي أخطر شي بس تعد هاي العتبة ويحس بنسبة الإنجاز خلاص مش هتلمون هذا بالنسبة لي للتدريبات مع العضاء الجود طبعا متابعة من حيث الفريق طبعا مثل ما تعرفون بعلم الإدارة في شي سمونا توزيع المهام في شي سمونا تفويض تخويل تكليف أكو تلف مهام أنت الآن يجب أن تحسنك كليدر في شي يسمى تكليف التكليف أن توعز لشخص مهمة وتحدد للوسائل والأهداف قال فلان روح تكلم مع فلان واترحلك هذا شغلة فهذا حددت للهدف والوسيلة فهذا تكليف لشخص ما عندهم كان يلسى بسيط في أشخاص تفويض هذا تحدد للهدف لكن تفوض بالوسيلة مثلا فلان درب جماعتك على الخطة المالية بس ما أقول لها خطة مالية مالة منه مال الشيخ كمال مال أستاذ محمود مال مهندس حسام لا أنت مخول بالوسيلة بس حددت للهدف جماعتك يحتاجون معرفة بالخطة المالية في شخص أوصل يا مرحلة يسمى تخويل هذا خوله بالوسائل والأهداف عندي شخص خلاص أقول أنت ما تحتاجني يعني أنا وصلت إلىك مرحلة خلاص اصرف هذا يم تتوصل لازم أنت تقسم فريقك على هذا على هذا الأقسام شوف هذا الشخص اللي معاك هل هو من نوع التكليف كل شيء يحتاج تعلم أو توقف بحيث السلام عليكم فلان أقول لك سوت على أحمد والله أستاذ لا خابر أحمد وقل لي ضروري سوي كذا وكذا إذن علمت الهدف وطلت الوسيلة أو مثلا أقول لسوت على فريقك علمتهم الخطة المالية هذا شوي أتقن والله أستاذ لسا خلاص علموا الخطة المالية وانت اختار المحاضر المناسب أكو ناس لا خلاص قطع مرحلة فإنت ويا فريقك الكبير لما ينمو طبعا هذا اللي يقصدونا بالاستنساخ وحنا شوي فصلنا بالاستنساخ لازم تستنسخ بصورة ذكية لازم فريقك في مرحة ما يعني ينفصل عنك بالأمور التشغيلية اليومية لازم تعلم لازم أنا هسا الناس المتدربين يا الجدد أقول أنت وياي ثلاثة شهر لا ستة شهر أنت متدر مدلل شما تسألني تخابرني وراء ستة شهر أصلخ ذاناتك صلخ احنا بالشقة هذي أشوع ذاناتك بصالخ ألعب بكطوبة طبعا بميانة والشقة لأن وراء ستة شهر قلت له عيب عليك ما تعرف عيب عليك ما تعرف بالخطة المالية عيب عليك ما تعرف السجل عيب عليك ما تعرف تطلق حملة ما يرهم فهذا اللي قدام هو يحس بنفسه أنه خلال ثلاثة شهر ستة شهر لازم يفهم حتى يمشي يا صح فأني مخولة اسأل اسأل ما بدأ لك بس خلي بالك ثلاثة لا ستة عدامنا ذكهم ثلاثة أنت من جمع ثلاثة لهم جمع ستة أكو بعض الناس حقيقة مستوى يعني هذا مكانك راوح فأنت يعني لا يكلف الله نفسه لا ماتا فأني شا سوي أسوي نزول ذكي أقول لي فلان اجمعني في فريقك حتى أضرب عصفرهم حجر أشوف أداة جيد بس مو بالمستوى المطلوب أحس أكو ضمن فريقة قامات جيدة بس ما متعرف عليهم اجمعني في فريقك اجمعني في فريقة ضربت عصفرهم حجر سوتهم تحفيز تنشيط رفع همة أذكر قصص نجاح آني قدام بالنسبة لهم قصة نجاح خاصة إذا كانوا من بلدي وبنفس الوقت تعرفت على فريق لأنني ممكن يكونوا من فريقهم أفضل منهم فأسوي لهم نزول ذكي مرة مرتين أقول لهم أي شيء تحتاجون إذا أستاذ فلان ما موجود ممكن ترجعوا لي إذا أستاذ فلان متأخر ممكن ترجعوا لي فأنت فلان مثلا أنا قبل كان عندي لقاء قسم فريق فحسيت واحد نشط هو أكثر ومتكلم قلت لأنت أين قال أنا محافظة البصة قلت لأ تمام قلت حضور مؤتمر بصة مالتك علي هدية من عندي ويا الميت نقطة يعني ويا جاهزة يا الميت نقطة والكرت رحم الله قلت لأ بس أرد أشوفك أصور بالمؤتمر أشوفك هناك ألعب بك طوال ما أصور هناك فسوأت أنا حفزت طفرت وضطيت زخم ليش حسيت هذا الخط يعني يحتاج لدعم يحتاجه في الدفعة يحتاجه في الطريقة البقية من الشباب أي واحد يعمل كذا مقابل إنجاز إلى مكافأة مني كذا أو إلى إعلان من عندي أو يعني أطير طريقة تحفيزية معينة تناسب مع الموجودين أكو بعض الناس يعني يحتاج أنه أظل معه مثلا يقول له خلاص سوي لي مجموعة وضيفني بيها وضيف فريقك بيها إذا عدوا محتياج أو سؤال بس لا يكون سؤال تقليدي رجاء لأن وقت يضيق مو مالس أني شوان أستخدم معجون ونحط المعجون لا هاي أو في الموضوع أنا أريد هذا الكلام العام الكلام الخطة عمل تحدي مشكلة حتى أنا من أنزل بصمة يسمع فت عشرين أكو بعض الناس لا دايركت معاي فمن خلال هذا الفتش راح طبعا أخواني أنت موت الطرع عاية عامة طبعا راح يبرز عندك شخص جيد وشخص أجود وشخص أقل وتنطي اهتمام للأشخاص كلا حسب لأن إحنا أثمن شي عندك كراءة عمال ووقتك مستحيل تمنح وقتك لشخص ما يستحق لأن تعلمنا فيه ريالة العمال أنه يجب أن تفصل بين العاطفة وبين الجانب الإنسان إحنا كنا الحمد للنحمد الجانب الإنساني جانب أخلاقي جانب روحي يسعدنا نساعد الجميع لكن يجب أن تفصل بين العاطفة والبيزنس لازم شوي أكو فاصل دقيق بين العاطفة والبيزنس أنت لازم تنجح يهودو يسدك رسالة أستاذ أريد منك فيديو أستاذ أريد منك لقاء ماذا الوقت مستحيل يعني أسانة فريقي في الخطوط بعيدة يعني مثلا ماشية أو مثلا خطوط لؤية أستاذ لؤية وبعض الشباب اللي ما شاء له قطعة أو شرط يعني أنطي رعاية عامة مرعاية خاصة مثلا يقول لي أستاذ أريد لقاء وهي فريقي يقول له والله ما عده وقتي خالى صفول مع الخطوط الجديدة والخطوط التعبانة والخطوط الترميم لنا ساني مثلا عندي خطة عمل سوت عملية إنعاش لأربع خطوط أكس باير طيب هذا الأكس باير تخيل واحد ميت ترجع تغسلها وتشفنها من جديد والصعد منصة هذا شغل ملعب حقيقة ملعب يعني أنت تطلع لك واحد أكس باير وتنفض نفضها زيانا وتنشطها وتجيب فريقها ملعب فهذا اللي مني وقت زياني أمنح لهذا الشخص لو أمنح لخطوط ما يشبهها ما شاء الله كذا سفير وبيه كذا مدير فأنت لا يجب أن تحسن توزيع المهام ويجب أن تحسن أن تقول كلمة لا في المكان المناسب طبعا رعاية عامة يبقى أنا لكم رعاية عامة لأن وين كنتم كروس لائن بس أنا سعيد أن أقدم خدمة وقدم منفعة ليش؟ المنفعة تعامل جديد أختص من وقتي بس مو هو شيء يصير العام الشيء العام لازم لازم توزع وقتك ومهامك فهذا اللي أشوف أخواني المتابعة العملية بخطوات سرية طبعا عندي محامة براءة المتابعة الفعالة خطوة بخطوة بس هذا أحصل لكم شيء عملي يعني بدون مقدمات بدون زركشيات الله يحفظ زاك الله خير يعني إذا إحنا متابعة عامة ما رح تعطينا تذكرة للبصرة ولا ميتنا والله أنا ما أقدر عليك أبي أحمد كل شيء أنت حاضر بس تذكرة خلصت هذه مهمة شباب أنا شوف عندنا إشكاليتين خلال وجوز أبي أحمد يوافقني أكبر مشكلتين عندنا الناس ما تنجح بالبزنس أول شيء مفاهمين البزنس صح مفاهمين قيمة الصناعة قيمة المنتج لذلك أول ما يقول لك منتج غالي ناس ما تقبل إذن والله مفاهم هذا مفاهم أبدا هاي أولا ثانيا ما عارف كيف يشتغل فالتشغلتين لازم تتابع عليها أول شيء يفهم صح ثم الساعدة يشتغل صح يعني ضربك مثلا عندي واحدة من الأخوات يعني ما شوية على السيكونس نفسه خابرتني السلام عليكم أنا شت على سفر بتركيا أستاذ قلت أنا دائما منك من المحاضرة حد ديام لقاء بس شت على سفر قلت خلاص تصال سؤلفت لها شرحت لها ركزت لها حسيتها مو كلش متفاعقات أستاذ أسألك سؤال ولا وسلبي اللي يريد ينسحب من الشركة شنو علي قلت ما شاء الله قلت طيب ليس سأتي حسفال أنت حطيت فلوس قلت لا رح تشتغلي من موظيفة قلت لا قلت رح تركين بيت وزوجة في جهار وطلقت زوجة من ورد الشركة قلت لا قلت زين ليش خايفة هذا التخوف قلت يعني أخايفة ما أنجح قلت منتاز تركي التدريبات أنت كمدرب يجب أن تكون طبيب تركي التدريبات حاسية التدريبات يعني مشبعة من عندها ما حابته رح أنطيش محاضرة ناظرة معمقة حول خطة الديكسين الافتراضية يعني هاي محاضرة نسوي قديما أحسة تحفيزية لبعض الناس لأن يتركز على أنه أنت بمستهلكاتك اليومية اللي نحن نصرفها 80-90 دولار يومية شهريا على المستهلكات الغير نافعة بالمستهلكات ما تشو خطة عمل مستمرة بسيطة رح شوف بلغة الأرقام كم تطلع مو خمس تشهر ولا سنة ولا سنتين بتلاثة أنت اليوم موظفة صاري ستة سنين راتبك ما يجاوز ثلاثمية اربع مئة دولار هذا الرقام ممكن تطلعينه بستة شهر بتعوه في التدريبات اسميها المحاضرة سمعتها المحاضرة رجعتلي بوجهين آخر قلت الفقرة ثانية باش تروحين تجربين منتجات إذا ما تقدرين آه راح أدزش على حسابي طبعا أنا دحرجها ما دزل حساب أنا مسافر وأنا دزل حسابي راح أدزش على حساب إذا تردين قلت لا أستاذ آني باش راح أطلع قلت وان ستحش أخذي واحد ثلاثة أربع منتجات عندش كانت أخذين مئة دولار قلت لا ما أقدر أخذي حاشتش قدر الله راحه هو إياه وأخته مشتري كوكوزي نصحتها بالكوكوز اللي عندها أطفال ابن أختها كان عندها ضعف وفقر الدم وعدم شهية فيش قالت قلت والله أنا قلت عن كوكوز أستاذ حساب قال خوش حل الأطفال ويقوو مناعتهم فش يمسوا يقاسنا الباكيت بالنص شوفوا القصة قد لطيفة فأختها ما أخذها نص وهي ما أخذها نص سبحان الله ابن أختها استخدم كوكوز تغيرت حالة 180 درجة نعنش وصار صحي ممتاز هذه القواني الشخصية السلبية تحولت 180 درجة إلى أجابية صارت أفضل وحدة فريقي من دول الجدد الطلبية الثانية 181 نقطة ليش تحفزك لأن وجدت النتائج فأنت أحيانا أثناء التدريب أثناء المحادث شوف هذا الشخص بعض الناس ما يتحمس بالتدريبات أنت اختصر لي بعض الناس شوف تدريبات طويلة لا اختصر لي بجلسة بعض الناس شوف لغة الأرقام عليها صعبة لا أنت اختصر بص ما الصوت فأنت طبيب مقابل الأعضاء اللي معاك هذه هي المتابعة الفعال المتابعة الفعال أنه أنا أريد أنجح هذا الوحيد حتى أوصل للهدف مثل ما ذكرنا القول يعني كل ضربة تتتابع فهي المتابعة تأتي من التتبع أو المتابعة حد ما توصل لهدف هذا ما عندي والله يبارك بيكم ووفقكم إذا كنتوال قبل لا غادر أبو أحمد أنا حاضر الله يسلمك أبداً والله أجد ووضحت ما شاء الله عليك وبالعكس يعني إحنا ما ودنا لكن أيضاً معانا أستاذ محمد عطوان شكراً شكراً جزيلاً لك ديش مهندس حير الله حير الله ربي يحفظكم بارك بيكم معانا أشكركم وأخذنا من وقتكم الكثير أسأل الله يفرقكم بارك بيكم لا تنسونا من صالح دعاكم والله يفرقكم جميعاً وإن شاء الله نفرح بكم جميعاً سفراء ملكين وأنتم ما داموا يا هذا البطل أبو أحمد ما نخاف عليكم إن شاء الله وبالصهيب والسفراء كلهم ربي يحفظكم أنا أعتبر منكم بالمغادرة بكرة على سفر بينما نرتب إجراءات السفر حياكم الله السلام عليكم وبركاته مرحبا طيب الأستاذ محمد عطوان معنا السلام عليكم ورحمة الله أحياكم الله جميعاً أنا آسف على دخولي متأخر لأنه تعرفون عندنا لقاء أسبوعي مع الفريق كل جمعة ساعة تسعة ونص خلصنا قبل دقيقة بالضبط والله أبو أصيب إحنا ما رح تمشي يعني ما ترح نمشيها لك لازم تسوينا شي يعني عليها حشم شهرنا سهرنا بس سمعنا خلاص وصلت قلنا ما نقدر نطلع لازم نكمل ها تمام زياد عندي وقت تاني والله على أساس إحنا عشر دقائق بس أنا أدري يعني ما شاء الله أقولهم أعضاء ديك سراهين وين تمشي عليهم عشر دقائق متعودين على البناصات الكبيرة يعني طيب إن شاء الله هي الخاتمة عندك يعني وختامها مسك فإحنا نريد تتكلمنا عن تعزيز بناء الفريق حقيقة هذا الموضوع مهم جدا وإنت ما شاء الله من الناس اللي حقيقة يعني لك تجارب رائعة جدا في أنعاش الأسواق و يعني كثير من الأسواق مجرد ما يقولون أبو صهيب وصال اختلف الموضوع ما شاء الله بدت المحاضرات والرحلات وتشتغل الدنيا شنو الخلطة اللي قاعدت تشتغل عليها أبو صهيب علمنا طبعا بداية أنا أشكر كل الأخوة والأخوات الموجودين في هذا الاجتماع كما أحيي لحبيبنا الأستاذ كما الدوستري على هذه الاستضافة وأشكره خصوصا أنه جامع أنا تفاجئت منه أول ما دخلت لقيت الأستاذ حسام يتكلم فقلت حرامات راحت عليها محاضرت لأن هذا الإنسان مبدأ كل كلام ما يشبه اللي قبله دائما يأتينا بالجديد فإن شاء الله نحاول نشوفها بالتسجيل مسجلها هذه صح؟ لإذن الله مسجلها وبعد عدنا يومين وما شاء الله ضمين أسماء كبيرة ما رح نعلن عنها كل شيء بوقت لذلك لشد الأحزمة بإذن الله تعالى طيب أنا أشكرك أستاذ كمال ويسعدني أنه أشارك معاكم بعض الخبرات اللي كسبناها خلال هاي السبع سنوات بعضها مررنا يعني هذه الخبرة ما جت عن فراغ ما جت جاهزة على طبق من ذهب حقيقة تعبنا وبعض الخطوات أخذت من عدنا أشهر وبعضها عبرة السنوات بعدين اكتشفنا هذا الطريق مو صحيح لكن يا محلاها حينما الآن مثل ما تكلم أستاذ حسام وأكيد الأخوة اللي سبقوني ما أعرف من لكن أكيد شاركوكم خلاصة هذه التجار فنبدأ على بركة الله نحيي كل من موجود في هذا الاجتماع وطبعا في عندي كم واحد ما موجود باجتماعي لقيتهم هنا فاكتشفتهم وين وبعدين حسابوا وياهم يلا خير إن شاء الله ما رحتوا بعيد رحتوا يعني من خير إلى خير أكبر بإذن الله تعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى حياكم الله أخواني وأخواتي بكل بساطة بدأنا بعد ما أكرمنا الله سبحانه وعلى بهذا المشروع كانت بعد ما اقتنعنا بهذا المشروع كان فعلا فعلا إحنا ناوين ننجح لأنه شفنا فعلا هذا المشروع مصمم للنجاح فحتى نكون ناجحين نجاحنا يوافق هذا النجاح الكبير علينا أن نكون نحن أيضا مصممين للنجاح بمعنى أنه لازم نشتغل على نفسنا شركة قوية منتج قوي شهادات عالمية إذن الشركة ما عليها أي خطأ ما عليها أي ملاحظة المشكلة وين المشكلة عندنا هل سنكون برقي هذه الشركة الكبيرة الشركة كبيرة فعليك أنت أن تكون أيضا كبير وإن كنت ترى في نفسك يعني تنقصك المهارات لازم تشتغل عليها يعني بمعنى أنا اليوم من دخلت هذا العمل شو المطلوب من عندي حتى أكون مقنع فلازم أتعلم مهارات الإقناع ما أقول لك روح صير دكتور أو روح أدخل تدريبات مثل ما بعض الأخوة سامحهم الله شافوا بالبيع المباشر وكذا فبدأ يحاول أن يثقف نفسه فالتهى بالشهادات صارت شهادة تودي شهادة تجيبه ونسى المشروع لأنه حقيقة العلم ممتع فمن تدخل بي شيء يعني إلى شيء آخر فتنسى الأصل فلذلك إحنا علينا أن نركز شن المطلوب في هذا عملنا علينا أن نركز في عملنا شن المطلوب أتعلم بما هو مطلوب طيب الصوت عندكم واضح لأنه كاتبين أن صوت يتقطع لا لا واضح خطوة هو الأولى أخواني هو تحديد الأهداف المشتركة اليوم أنا ما عندي تجارة خاصة بي تجارتي مرتبطة بمجموعة ناس آخرين فلازم تكون عندي أهداف مشتركة هاي الفقرة الأولى سجلوا عندكم الفقرة الأولى هي تقول تحديد الأهداف المشتركة أي معنى تحديد الأهداف الواضحة ومحددة للفريق تساهم في توجيه الجهود وتعزيز التركيز بمعنى آخر اليوم أنا من أحط أهداف بشيء يعني وافق عملي تكون أهداف واضحة ومعلومة ومحددة ما أقعد أنا مثلا يجيني عضو جديد وأحط الله مثلا على سبيل المثال خطة خطة عمل أقول أنت لازم أصير سفير بخلال شهرين أو بخلال ستة أشهر لازم تكون أهداف منطقية وواقعية فمن أجي أنا اليوم اقتنعت بشركة بشركة دي أكسان من أحط هدف أحط هدف منطقي واقعي قابل للقياس فهذا الفقرة الأولى عليك انطلاقتك الأولى بعد ما تعرفون أنه أنت تبدأ بخطة خارطة الطريق اللي هي الخطوات السابعة مثل ما تعرفوها حضراتكم اللي هي موضوع إغلاق الدائرة فمن أبدأ أنا اليوم بمشواري في إغلاق الدائرة هو لازم تكون عندي أهداف واضحة المعالم طيب الموضوع الثاني وهو اختيار الأعضاء بعناية أتذكر وحدة من المحاضرات الأستاذ محمود المبدع الأستاذ محمود المصري كان يتكلم عن طوب 20 طبعا صار كمسة الأستاذ كمال مننا خذنا هذا الدرس يعني شي أربع سنوات مو أو خمسة ست سنوات ما شاء الله عليك صار ست سنوات ما شاء الله والله إلى أيام تركض ركض حياك الله أستاذ عمار يا محمود طلعنا كل شي كبار يعني من ست سنوات الله يجزيك خير أستاذ عمار ذكرني في معلومة محفورة بذاك ارتصار لها ست سنوات إذن كم الموضوع مؤثر كان الشي يتكلم يتكلم عن اختيار الأعضاء بعناية اليوم احنا يا أخواني اختيار الأعضاء ترى لا تتوقعون احنا اليوم نجيب العضو وهذا سبحان الله كان كلامي بيني وبين بعض الأخوة ومنهم السادة أحمد اللي قدامي وظاهر بالصورة السادة أحمد شيخون نوجه لك تحية كنا نتكلم سبحان الله عن اختيار الأعضاء بعناية اليوم احنا أخواني موضوعنا مميت نقطة ولا حتى ألف نقطة ولا عشرة آلاف نقطة يالله يجيك واحد يشتر عشرة آلاف وتأخذ له تحية وبعدي ما عنده فريق وبعدي أخذ رتبة وهمية لا يا أخواني موضوعنا عملنا بشركة دي أكس شخص ترافق مدى الحياة لا وأزيدك من الشعر بيت لعل ورثتنا أنا وهذا الشخص إلى ما لا نهاية الله يعلم إلى مدى الحياة فعلا لذلك اليوم أنا من أختار شخص أختار بعناية هل فعلا هذا رح يكون يتحمل التحديات هل هذا فعلا يكون تنطبق علي مواصفات القائد لأن اليوم أنا مشروعنا مو مشروع شراء مئة نقطة ومع السلامة مشروعنا مشروع ريادي مشروع صناعة القادة ومن أقول صناعة القادة هذا اللي يجي يا أخواني الموضوع أكبر من مئة نقطة أكبر من منتج ومنتجيا الموضوع مشروع العمر الموضوع شوف أحمد يريد يقوم إذا ما أعرف شوي مدري يريد يطير لكن ملايين النقاط أقول لك أنا بحسب تجربة مثلا المهندس محمود عفوا المهندس حسام قبل شوية كان مداخلة عنده يمكن من فريقة بس تجي مليون نقطة شهريين فأنت تتخيل يعني هو أنت تتكلم عن ملايين النقاط وشهريا وهاي راح تلمو يعني فأنت ما تتكلم فعلا عن مئة نقطة الموضوع مو مئة نقطة فعلا لذلك لذلك أنا كثير بعض الأخوة يجوني يقولي أبو صهيب إحنا وين المشكلة بينا جاي نستقطب إحنا رائعين بالاستخطاب رائعين بالإقناع رائعين بترويج المنتج لكن ما نشوف مشروعي جاي يتوسع فأقعد أقول للموضوع مو مئة نقطة لا تحط تحفيزات ومعرف إيش مئة نقطة هذه ممكن تسلي تمشي أمورك الموضوع يا أخواني هو شخص تبعد تقنع بأنه تعال نتكلم عن تحقيق أحلام كبيرة تعال نتكلم عن صناعة مشروع يدر لك آلاف النقاط آلاف الدولارات آلاف الرتب ومثل ما ذكر أستاذ كمال شخص الله أكرمهم كان من بين هذه المواصفات الأستاذ حسام يقول لك الآن تجيني من عنده أكثر من مليون نقطة لذلك يا أخواني الموضوع هذا ما يجي من خلال شخص لحوالية تعال اشتري مئة نقطة تعال سجل بدي أكسن وما حاجي لباقي التفاصيل في دي أكسن أمور فوق الخيال ولازم نقعد نقراها يعني مو فقط نتكلم بأحلام كبيرة بدون التفسير العضو من عندنا يريد تفسير أنا اليوم من أختار لازم أفهمه تعال أنت اختاريتك ليش لأن تمتلك المواصفات كذا وكذا لازم أساعدك بأن تمتلك الخبرات كذا وكذا ولازم أساعدك على أن تكون مو فقط عندك الخبرات لازم تكون عندك الصبر وهذا كله إذا ما عندك نبعد آمي لأنه القادة أخواني صناعة لذلك الفقرة الثانية اختيار الأعضاء بعناية سجلوها عدكم حتى ننتقل للفقرة الثالثة الفقرة الثالثة تعزيز التواصل أي معنى تسجيع التواصل الفعال بين الأعضاء يعني اليوم ويعرف أستاذ كمال حقيقة أنا أستمتع بموضوع التواصل الفعال حتى يعرفني أنه أنا حقيقة ما عندي استقطاب بالأولاين لأنه أنا رجل تفاعلي الشخص إذا ما أشوف قدامي وأقعد أتكلم معاه وأحيانا عزم ببيتي وأحاول أقول له لات اجي لوحدك جيب عائلتك وياك حتى يصير انسجام اليوم يا أخواني طبعا هذا يربطنا بالفقرة الأولى اللي هو اليوم أنا شخص رح أختاره في مشروع طويل رح تاخذ من عندنا أشهر وسنوات فأقعد من البداية أحاول أربط علاقتي بقوة وموضوع تعزيز التواصل والتشجيع على التواصل الفعال يكون من خلال مو بس أنه تبعد سلام عليكم حققت مئة نقطة لا لا يا أخواني هذا صاحبك صاحبك هذا هذه أختك رح تكون معاك مرافقتك الدرب كله فما ينفع أنه أنت علاقتك بينك وبينا علاقة جافة مو بسي تحاول تربط أيضا مو بس معاك تربط مع الباقي الكروز لاين أنه تعمل علاقة عائلية تعمل اليوم مثلا تغيب أنت عن السحة هم يقومون في مقامك إضافة إلى ذلك اليوم وغالبيتنا في الغربة من يكون أخوك صاحبك تسأل عنه مو بس عن دي أكسن تزور يزورك وتصير بيناتكم علاقة قوية وتسأل عن لي غيب وتسأل عن لي تمرض وزور المريض فأنت هنا في دي أكسن من خلال هاي العلاقة تبني شخص واصل خط اللاعودة ما ينسح من دي أكسن ليش لأنه عارف هو يصاحب ناس يعني يسألون عنه بكل صغيرة وكبيرة ويوقفون معاه بكل المواقف لذلك موضوع التواصل بين الفرق مطلوب وطبعا على الأبلاين خاصة اللي بينه فرق وماعدهم علاقة حسنة مع فريقهم عليهم أن يعيدون النظر لأن موضوعنا يا أخواني اليوم فريقك متعلق بيك أكثر من شركة دي أكسن صدقوني اليوم حتى طريقة الإقناع الشخص أول ما ييجي يعرف دي أكسن يعرف الدكتور ليمسوجين يعرف فلان يعرف فلان لا يعرف فبالتالي يتأثر بيك فمن الواجب أن تحافظ على هذه العلاقة وبعدها تنقل إلى مرحلة الثقة بالمنتجات وتنقل ثم بعدها إلى الثقة بالشركة والولاء للمنتج والولاء للشركة فهذا موضوع التواصل مهم جدا جدا يعني دائما لا بأس نسوون تعاليل وتتكلبون لا بأس بها عن دي أكسن لأنه الموضوع يجر بعضا فموضوع بعد بناء الفريق واختيارك الأفضل ضرور يتحافظ على العلاقة الحسنة بين الفريق ودائما تربطهم مثل ما ذكرنا وتعرفهم على بعض وتسوون لقاءات وتسوون زيارات وتسوون جمعات وتسوون مخيمات مثل ما نفعل إحنا وطبعا ما أعرف أستاذ حسام غادر صح؟ نعم أستاذ حسام وأستاذ لوي هم مو من فريقي ولا أنا من فريقهم لكن قبل قبل يمكن أسبوعين ثلاثة من أجو إلى تركيا طلعنا وطلعنا إلى مكان سياحي حلو وكان على أساس أستاذ كمال بس ضربنا بوري ما أجمعنا طلعنا إلى مكان جميل وبحيرة وقعدنا وشوينا وإحنا وعوائنا وكانت من أروع الرحلات لذلك هذه العلاقة حقيقة تقوي ومن خلالها طبعا يتم تبادل الخبرات وتبادل المعلومات لذلك هذه العلاقة أخواني مهمة جدا جدا هي رئيس مالك أنت من خلال هذا العمل العلاقات لذلك ننتقل إلى بعد تحسين وتشجيع على التواصل الفعال إلى الفقرة الرابعة طبعا قبل لا أنتقل إلى الفقرة الرابعة ماذا أستاذ عمار ويانا أستاذ عمار كان موجود في تركيا كان عندنا لقاء دوري إذا مو كل أسبوعين كل شهر نلتقي إما بيتي أول روح نعمل لنا زيارات ليش لأنه حقيقة شفنا بأنه هؤلاء الناس النخبة من الضروري أن نتحافظ عليهم تستفيد من عدهم تتقوى بهم أحيانا حتى مواضيع ما لها علاقة بشركة دي أكسل يسندوك بها لذلك هذه العلاقات مهمة جدا كيف إذا كانت من ضمن الفريق وانت ضار بعصفر بحجار طيب ننتقل إلى الفقرة الرابعة توزيع المهام تقسيم المهام بشكل عادل بناء على مهارات وقدرات أعضاء الفريق طبعا هاي مهمة جدا جدا خلوني أتكلم وأشرح بها لأنه اليوم العصر سبحان الله طبعا احنا من الصواحي إلى المساء نتكلم في هذه المهارات اليوم كان معاي أو زايرني إلى بيتي الدكتورة رانيا والأستاذ مالك عفوا الأستاذ سمير قد دور هو وعائلته فكنا نتكلم عن من من الذكاء من القائد أن يوزع المهارات إخواني موضوعنا ما بي تفرد ما بي أنا الأبلاين والباقي الكل تسمع بالقروب وما حد يتكلم ما في هيك هذا موضوع الجبروت هذا ما موجود عندنا ليش لأن مو من مصلحتك هذا أنه أنت فقط تتكلم راح تستنزف طاقتك دائما اعطي مساحة لفريقك لأنه في العقول غير متساوية ممكن في واحد من أعضاء فريقك يكون عنده مهارات وأنت تبعد تسقل هذه المهارات وتدمجها بـ DXN فتبعد تستفيد من مهارات الموجودين بمعنى أنه أنا اليوم استقطبت مثل ما قلنا الفقرة الأولى تحديد الأهداف ورتبناها خلاصنا اختارنا الأعضاء بعناية مش هالحال شجعنا التواصل مش هالحال الفقرة الرابعة تقسيم المهارات اليوم علي أنا كقائد أكتشف مهارات الموجودين عندي واحد عنده مثلا إبداع بالرسم تعال تعال ممكن تفيدنا برسم اللوغوهات وتصميم المحاضرات مالتنا والإعلان عننا تعال اتهد اختصاصك واحد مبرمج أي تعال ممكن نستفيد من عندك في البرمجة وممكن بالإعلانات الممولة واحد مختص أو مثلا وحدة مختصة في مثلا في موضوع تركيب المنتجات وخلطات على الوجه تعال أنت ممكن نستفيد من عندك لأنني نساء عندي بفريقي ممكن تسألني ما عندي هذه الخبرة التي عندك تعال ندمج خبرتك مع منتجات DXN وتصيرين أنت تجاوبين بالنيابة عننا واحد مثلا مبدع بالخطابة مبدع باختيار المواضيع تعال ممكن نستفيد من خبرات لذلك يا أخواني اليوم توزيع وتقسيم المهام على الفريق بحسب خبراتهم هذا لمصلحتك لا تكن أنت الناطق كما يقال الناطق الرسمي والوحيد والباقي ما معطيهم مساحة كثير من يعني اللي يصير عدي مشاكل بفريقي لأن ما شاء الله فريقي يتوسع فيجون على يقولوا لي فلان قاطع عني الطريق ما يعطيني مجال أتكلم ما يعطيني مجال أنه أخذ مساحتي خصوصا إحنا من الجيد أنه نشجع فرقنا أنه يأخذون مساحتهم أنه يثبت ذاته يثبت نفسه يثبت فإذا ما أمطي مساحة يتكلم ويجرب ويخطأ لا بأس يخطأ وما أقعد أمتقص من عنده لو يخطأ أقول له يلا يا بطل الجاية راح تكون أفضل فأقعد أنا أستخرج هذه المهارات وأسقلها وأعطيهم مساحة يتكلموا يعطيهم مساحة أنه حتى يأسسون قروب ودائما يعرفون قصتي أنا من بعد فترة وصلت إلى مرحلة الانهيار من كثر الرد على الأسئلة قلت لأعضاء فريق لأن كنت أظن أنه أنا لا أعرف والباقي ما يعرفون فوصلت إلى مرحلة أنه ما شاء الله عندي خبرات طاقة فشو عملت قلت كل من وصل برتبة وكين نجم يسوي قروب لحالة ويضيفني معاه وكل من برتبة ماسي هذا بعد خلاص يعني صار مثلي وأحسن ففعلا خففوا عني جهد وبنفس الوقت انتقلوا إلى مرحلة أنه يريد يثبت نفسه وأنا طبعا اتفقت معهم أنه إذا جاك سؤال ثقيل أو ما تعرفه تعالي اسألني على الخاص أجاوبك أو حتى إذا أنا ما عندي نستعين بشخص آخر أنه نجيب لك الإجابة إذا أحد الأسئلة اعتراض أو سأل فنجيب لك اللازم لكن من الجيد أنه هذا الشخص هو يبدأ يدير نفسه ويدير فريق لأنني اليوم أريد هيئة لقائد شون هيئة لقائد وما منطي مساحة أنه يتكلم بالقروب ويجرب حظه ولا بأس أنه يخطأ وأصلح له فمتى أطي المساحة لذلك أخواني موضوع توزيع المهام واستخراج الماسات من بين الخبرات وترجع أنت مرة ثانية تعيد تنسيقها وترتيبها ويستفيد من عنده جميع العضاء هاي مهمة جدا جدا ننتقل إلى الفقرة الخامسة تعزيز روح الفريق قم بتنظيم فعاليات وهذا طبعا أنا كاتبها على شكل نقاط قم بتنظيم فعاليات تعز الترابط والتعاون بين الفريق وهذا حقيقة أنا هذا كما يقال هذه لعبتي أنا يعني قبل دي أكسن كنت دائما مني يصير مثلا عرص أو يصير مناسبة عند واحد من أصدقائي فكنت يعني ليدر بهذه المجال طيب فكنت دائما أنا يعني أبدع في موضوع توزيع المهام وعمل يعني قروات سياحية إذا أمكن إخواني تقلقون المايكات لأنه يرجع عدي صد وصوت إذا أمكن طيب لذلك الفقرة الخامسة هو تنظيم الفعاليات هذه الفعاليات من نوعين النوع الأول فعاليات إيش خلينا نقول مثلا أنت يصير عندك تنظيم لقاء أسبوعي مع فريقك لقاء شهري تكريم فريقك بوصول إلى رتب معينة تسجيعهم هذا من جانب من جانب آخر ضروري ضروري والله أنا جربتها وأخذوها من مجرب ولا تأخذوها من حكيم كما يقال اليوم أنا حقيقة نجحت في موضوع ترتيب الرحلات ترتيب المخيمات بيني وبين فريق وإذا جوي ناس من فرق أخرى حيا الله فدائما هذا وجدت أنه يعني بإنعكاس إيجابي من خلال التعرف على الشخص على حقيقته ممكن إذا عنده عادات خاطئة متعود بها بالتزاحم هذا تعرفون بحياتنا العامة يصير تزاحم وكل من يتمنى هو الفائز وكل من يتمنى كما يقال أنه يجلب النار لخبزته فمن يشوف فيه تعاون وفيه عطاء وفيه تبادل خبرات ستغير عاداته وكذلك أنت ستبدأ تستفيد من كل شخص عنده عادة جيدة فأنت هذا وين يصير من خلال السفر من خلال المخيمات من خلال الفعاليات التي تقوم بها لذلك أنصحكم أن تسجلوها وحدة من الفقرات ضروري كل قائد يجتمع بثريقة وإذا صعب عليه لا بأس أنه يجتمع معاهم أولاين طيب ننتقل إلى الفقرة السادسة اختر قائدا قادرا على توجيه الفرق واتخاذ القرارات الصائبة طبعا من كل بعد بناء الفريق أنت دائما تحتاج إلى النخبة وهذا سبحان الله موجود في دي أكس وغير دي أكس دائما أنه في نخبة هم يديرون الحدث أو يصنعون الحدث لذلك أنت حقيقة مو كل الفريق يكونون بعقل واحد بمستوى واحد بمهارة عالية واحدة فأنت تبعد تختار النخبة هذول النخبة تبعد ويكونون دائما قليلين شوف يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آلاف الصحابة في وقته آلاف الصحابة لكن أنا وأنت كم صحابي نعرف من النخبة طيب كم صحابي مبشر بالجنة لذلك تشوفهم دائما هذول النخبة قليلين فأنت دائما اختار هؤلاء النخبة أنه تعدي معاهم التحديات والصعاب وممكن تستشير تستشيرهم في كيفية صناعة حدث أو اتخاذ قرار أو ترتيب فعالية لأنه اليوم أنت تفكر بعقليا أفضل ما تفكر بعقل واحد بعقلك أنت تفكر بأربع عقول أفضل من أن تختار عقل واحد لذلك موضوع أن تختار مجموعة من النخبة تشتغل بهم أفضل من أن تكون منفرد بالعمل أستاذ جمال أستاذ كمال شوفتك تشوف بالساعة أكمل ولا خلصنا والله هو الوقت يعني احنا ترى يعني هي عبارة المداخلات حتى بس نعطي فكرة عامة عن الموضوع الآن احنا يمكن صارنا أكثر من 25 دقيقة ما شاء الله الوقت يركب والحديث ممتع لكن خاف أنه نثقل تقريبا 12 لار ربع الآن معنا من الساعة 10 ما شاء الله يعني أنا سعيد جدا بحقيقة كل اللي طرحته هو أشياء مهمة وأكيد الآن الكل استفاد منها في تعزيز بناء الفريق فإحنا ممكن إذا في إمكانية أنه مثلا النقاط كلها تأتي عليها خلال خمس دقائق حتى نختم إن شاء الله قبل الساعة 12 لكذلك ابشر أنت وجميع الحضور طيب أنا رح أمر على عجالة بدون ما أدخل للتفاصيل وصلنا خلينا نشوف مركزين ولا لا وصلنا لأي نقطة عشنا أستاذ أحمد فقرة ستة وانت الآن رح نبلش بسبعة سبعة هو التدريب ضروري جدا إخواني بعد اختيار النخبة واختيار الأهداف وتعزيز التواصل وضروري تكون عندك أنت دائما تكون سابق فريقك بخطوة لازم تتعلم لازم تطور بنفسك لأنه موضوع التدريب متجدد ومعلوماته يعني ما ممكن أنت تدرب على تدريبات قدمت قبل خمس سنوات المعلومات تتحدث دائما مثل شخص دخل معنا بشركة DXN وكان ما أخذ تدريب على السيستم قبل لا يتبدل قبل بثلاث مرات فحافظ الفيديو لحد الآن فقعد يدرب بيه قلنا يا عمي السيستم تغير ثلاث مرات وراك قال والله شم تدرغيني لذلك إخواني أنت كقائد فريق أو باني فريق تريد يكون فريق عالمي لازم دائما نتحدث معلوماتك لازم دائما نضيف معلومات جديدة فاسبق فريقك بخطوة وقم بالتدريب الفعال والقوي لأنه هو هذا سبب تطور فريقك ثم بعدها تأخذ التغذية الراجعة ضروري جدا تجتمع بفريقك يعني لا بأس إذا أعطوكم انطوك انتقادات لأن هذه التغذية الراجعة إذا قلوا لك مثلا محاضرتك مملة محاضرتك طويلة محاضرتك قصيرة محاضرتك سريعة في تلعثم في الكلام جودة الصوت مجيدة كانت في اللقاء الأونلاين لازم تأخذ التغذية الراجعة من الفريق أنه كيف كانت اللقاء كيف كانت الأمور كيف كانت لذلك التغذية الراجعة مهمة جدا التعامل مع التحديات مهم جدا أنه كيف جهزوا نفسكم التحديات ما تبعد تنهار التو فريقك من أول صدمة أو اعتراض يلاقيك كذلك قياس الأداء قم بتقييم أداء الفريق هل هو فعال ما هي التحديات التي تواجههم وطبعا ما أريد أو طيل لأنه أعتقد وصلت الخمس دقائق إخواني ختاما اليوم بناء الفريق لا تكتفون بهذه النقاط التي ذكرناها عليكم أن تتفننوا وتجلبوا أفضل المهارات لأنه اليوم أنتم تصنعون فريق عالمي ممكن هذا الفريق بعد فترة يكون ملايين الناس فأنت ما معقولة يصير فريقك ملايين الناس وما عندك فكرة فتح السيستم ما عندك فكرة بالتسجيل اللعظاء ما عندك فكرة بالخطابة ما عندك فكرة بالبيذي والأزبي وغيرها مثلا اليوم أمامنا أحد العمال قال أستاذ كمال الدوسري قبل كنت أنت واحد بشركة دي أكس أنا الآن مليون وربعمائة مليون وربعمائة ما شاء الله أسأل الله له البركة تخيل أنه أنت بعد فترة شيء تأم أبيت طبعا أستاذ كمال ما كلهم استقطبهم يمكن الاستقطب من عدهم عشرة أو عشرين أو مية بالزايد وهذولا جاءوا من بعد هذا الاستقطاب لذلك أنت تستقطب خمسة عشرة مية بعدين يصيرون أفواج بإذن الله لذلك كن مستعدا لهذه الأفواج وكون خير مثال وخير قائد يقتدى به ويحتدى به وجزاكم الله خير الله يبارك فيك جزاك الله خير يمكن حرقت علينا البرنامج كله يومين باقين الله يبارك فيكم أنا مرد أطيل على الأخوة جزاكم الله خير وأحب وجهكم كل التحية والتقدير حقيقة لصبركم معنا طيلت هذا الوقت وأنتم ما شاء الله ثابتين مستمرين هذا يدل ويدل على ما شاء الله عليكم ناس جاهزين متعطشين للمعلومات اللي راح تخدمكم في هذا العمل أنا متأكد كل ساعة ووقت أمضيتوه بإذن الله تعالى راح تستثمرون بآلاف الدولارات وبآلاف العوائد المعنوية والمادية في حياتكم ومستقبلكم أتمنى أنكم كل خير وتصبحون وعلى أحلام سعيدة إن شاء الله تصحون وأتمنى لكم نوم هاني وسعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاءنا غدا إن شاء الله الساعة عليكم السلام وبركاته ترجمة نانسي قنقر